بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المات تفسير القرآن العظيم وهذا هو الشريط الأول منه مؤلف الكتاب الأمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 74 و700 هجرية الناشر مكتبة المعارف بالرياض طبعة دار القلم بيروت لبنان الطبعة الأولى يقرأ الكتاب عليكم الدكتور عبد السطار حسين مبروك زموت بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقي عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا واختتح خلقه بالحمد فقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار وترى الملائكة حارتين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقب يدينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ولهذا قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون كما قال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير فله الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق هو المحمود في ذلك كله كما يقول المسلي اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم بما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجل وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له ولهذا قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود قال مجاهد يعني الإنس والجن فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى فهم فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالواجب على العلماء الكشف عن معامي كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظامه وتعلم ذلك وتعليمه كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميتاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله فعلينا أيها المسلمون أن نمتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه قال الله تعالى ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصر والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد الكريم فإن قال قائم فما أحسن طرق التفسير فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموبحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائلين خصيما وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أشتهد رأيي فبرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المسنب والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القراء والأحوال التي اغتصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال الإمام أبو جعفر أبو جعفر بن وجرير حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا الأعمش عن أبو الضحى عن نصروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا ما أتيته وقال الأعمش أيضا عن أبي وائن عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعلموا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا وليهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأوين وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم كذا قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس ثم رواه عن يحيى ابن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح عن أبي ابن بحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن بن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك فهذا إسناب صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح وعمر بعده عبد الله بن عباس ستا وتلافين سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسن فخطب الناس فقرأ في خطته سورة البقرة وفي رواية سورة النور تفسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلمه ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال دلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتباد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثالث ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوج حكايته بما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهر ونون كلبهم وعددهم وعصى موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم ولكن مقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم الرب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فقد اجتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وشكت عن الثالث فذل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد على أمل اطلاع على عدتهم لا طائل تحته فقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجل الغيب فهذا أحسن ما يقول في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لأما يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم فالأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة فحته أو حكى أقوالا متعددة مفضا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين نعمى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس فوبيزور والله الموفق للصواب فصل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عربت المصحف على ابن عباس ثلاث عربات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية من وأسأله عنها وقال ابن جرير أنبأنا أبو كريب أنبأنا طلق بن غنان عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواحد قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وكسعيد بن جبير وعكرمة مول ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومصروق ابن الأجدع وسعيد ابن المسيد وأب العالية والربيع ابن أنس وقتادة والضحاك ابن المزاح وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بنعنا واحد في أكثر الأماكن فليتفتم اللبيب لذلك والله الهادي وقال وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو علوم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأ فحرام لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني عبد أعلى هو ابن عامر التعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بنا لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وهكذا أخرجه الترميبي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد أعلى به مرفوعة وقال الترميبي هذا حديث حسن وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعة ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمر بن قيس الملائم عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليه عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله فالله أعلم وقال ابن جرير أنبأنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا حيان بن هلال حدثنا سهل أخو حز حدثنا أبو عمر أن الجوني عن جند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل ابن أبي حزم القطيعي وقال الترمذي غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ لهم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخط جرما ممن أخطأ والله أعلم وهكذا شم الله القذفة كاذبين فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة ولو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به والله أعلم ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر وقال محمد بن سعد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال فما الأب ثم قال هو التكلف فما عليك ألا تدريه وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل كقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا الآية وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن عليا عن مهدي ابن ميمون عن الوليد ابن مسلم قال جاء فلق ابن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أخرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أنت جالسني وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن قال شعبة عن عم بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسأل عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة وقال ابن شوذب حدثني يزيد ابن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظم القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن هشام عن هشام بن عروة قال ما سمعت ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة يعني السلمانية عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده حدثناه شيء عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه وقال شعبه عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل وقال أبو عبيد حدثنا هشيم حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله فهذه الآثار الصحيحة وما شاكل عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاه لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلم لقوله تعالى لتبين أنه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا أبو جعفر بن محمد الزبيري حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوس عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به فإنه حديث منكر غريب وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري قال البخاري لا يتابع في حديثه وقال الحافظ أبو الفتح الأسدي منكر الحديث وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبرائيل وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه ومنهما يعلمه العلماء ومنهما تعلمه العرب من لغاتها ومنهما لا يعذر أحد في جهالته كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جريغ حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله قال ابن جرير وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنبأ ابن وهب سمعت عمر بن الحرف يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أمهانه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به وتفسير تفسره العرب وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث لكن قد يكون إنما وهم في رفعه ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم والله أعلم مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة الصفحة التاسعة قال أبو بكر بن الأنبار حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراء والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغاب والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر الصور بمكة فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال فمنهم من لم يزد على ذلك ومنهم من قال ومئتي آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة آية وقيل ومئتان وتسع عشرة آية وقيل ومئتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية وقيل ومئتان وست وثلاثون حكى ذلك أبو عمر الداني في كتابه البيان وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار سبع وسبعون ألف كلمة وأربع مئة وتسع وثلاثون كلمة وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومئة وثمانون حرفا وقال الفضل بن عطاء ابن يسار ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف وخمسة عشر حرفا وقال سلام أبو محمد الحماني إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو قال فحسبنا فأجمعوا أنه ثلاثمائة ألف وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون حرفا قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف وثلثه الأول عند رأس مئة آية من براءة والثاني على رأس مئة أو إحدى ومئة من الشعراء والثالث إلى آخره وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف أولئك حبطت والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد أكلها والرابع إلى الألف في الحج من قوله جعلنا من سكى والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح الظنين بالله ظن السوق والسابع إلى آخر القرآن قال سلام أبو محمد علمنا ذلك في أربعة أشهر قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن فالأول إلى آخر الأنعام والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف والثالث إلى آخر الزمر والرابع إلى آخر القرآن وقد حك الشيخ أبو عمر الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله فالله أعلم وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرها وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر وثلاث عشر وحزب المفصل حتى تختم فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة فقيل من الإبانة والارتفاع قال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزء منه مأخوذ من أسأار الإناء وهو البقية وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره وجمع السورة سور بفتح الواو وقد يجمع على سورات وسوارات وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها أي هي بائنة عن أختها ومنفردة قال الله تعالى إن آية ملكه وقال النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزء منه مأخوذ من أسأار الإناء وهو البقية وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره وجمع السورة سور بفتح الواو وقد يجمع على سورات وسوارات وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها أي هي بائنة عن أختها ومنفردة قال الله تعالى إن آية ملكه وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذلعام سابع وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم قال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسج اللقاح المطافلة وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها قال سيبوي وأصلها أيية مثل أكمة وشجرة تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة وقال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت بامتباسها وقال الفراء أصلها أيية فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية وجمعها آي وآياي وآيات وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك وقد تكون أكثر وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم وأنزمكموها فأسقيناكموه وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر وكذلك ألف لامين وطاها وياسين وحاميم في قول الكوفيين وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور وقال أبو عمر الدان لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن فصل قال القرطبي أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولود واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات سورة الفاتحة الصفحة العاشرة بسم الله الرحمن الرحيم يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا وبها تفتح القراءة في الصلوات ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور ذكره أنس والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب ولذا كرها أيضا أن يقال لها أم القرآن وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نسفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية وروا الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم وسماها سفيان بن عيينة بالواقية وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عذاها ولا يكفي ما سواها عنها كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض عن غيرها وليس من غيرها عوض منها ويقال لها سورة الصلاة والكنز ذكره مز مخشري في كشافه وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية وقيل مذنيا قاله أبو هريرة ومجاهب وعطاء ابن يسار والزهري ويقال نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله تعالى أعلم وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة وهو غريب جدا نقله القرطبي عنه وهي سبع آيات بلا خلاف وقال عمر بن عبيد ثمان وقال حسين الجعفي ستة وهذان القولان شاذان وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير صورة الفاتقة لابن كفير قالوا وكلماتها خمس وعشرون كلمة وحروفها مئة وثلاثة عشر حرفا قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما واستشهد بقول بالرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا يعني الرمح قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها وقيل لأن الأرض دحيت منها ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام وصح تسميتها بالسبع المثاني قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وإن كان للمثاني معنا آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم ابن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن أبي ذئب به وقال أبو جعفر محمد بن جريب الطبري حدثني يونس ابن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبر لابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي في تفسيره حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن غالب بن حارث حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم إحدى هن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب وقد رواه الدار قطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله وقال كلهم ثقات وروا البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة وأن البسملة هي الآية السابعة منها وسيأتي تمام هذا عند البسملة وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك فقال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة قال أبو بكر بن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباق لاني أحد أقوال ثلاثة وقيل يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلم وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه يا الله المستعان ذكر ما ورد في فضل الفاتحة الصفحة الثانية عشرة قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب حتى صليه قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعن ابن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به ورواه في موضع آخر من التفسير وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن شعبة به ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصار عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن عقوب الخرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قال أبي رضي الله عنه فجعلت أبتأ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله ما السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد ابن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة وذاك الحديث متصل صحيح وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم والله أعلم على أنهم قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه فما قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي فالتفت ثم لم يجب ثم قال أبي مخفف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله فقال وعليك السلام ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني فقال أي رسول الله إني كنت في الصلاة قال أولست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله لا أعود قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قلت نعم أي رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى الحديث فلما دلونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني قال ما تقرأ في الصلاة قال فقرأت عليه أم القرآن قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدار وردي عن العلائي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته ثم قال هذا حديث حسن صحية وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلائي عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريف عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبد نصفي هذا لفظ النسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهواق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد فجلستك إيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها هذا إسناد جيد وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصار البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوي وأبو بكر بن العربي وابن الحفار من المالكية وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولأن لا يوهم التفضيل نقصا مفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر من الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي وأبي حيان ويحيى بن يحيا ورواية عن الإمام مالك أيضا حديث آخر قال البخاري في فضائل القرآن حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإنا نفرنا غيب فهل منكم راقم فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقى قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم يعني اللذيغ يسمونه بذلك تفاؤلا حديث آخر روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن زغيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن عن أبي ليلى عن سعيد بن جابل عن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل اث سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه حديث آخر قال مسلم حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن ابن يعقوب ابن يعقوب الخرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون خلف الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وهكذا رواه النسائي عن إسحاق ابن راهوي وقد رواياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام ابن زهرة عن أبي هريرة وفي هذا السياق فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا ورواه أيضا من حديث ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة وقال الترمذي هذا حديث حسن وسألت أبا زرعه عنه فقال كلا الحديثين صحيح من قال عن العلاء عن أبي وعن العلاء عن أبيه السائب وقد روا هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا وقال ابن جرير حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عن بسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعيد بن إسحاق عن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل فإذا قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ثم قال هذا لي وله ما بقي وهذا غريب من هذا الوجه الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ثم بيّن تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فذل على على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فذل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها أنها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة واحتجوا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها فدل على ما قلنا والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح بن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرا ووجه المناظرة ها هنا يطول ذكره وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يجب قراءتها في كل ركعة وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذ بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزاء لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم وقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد مرفوعة لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها وفي صحة هذا نظر وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم والوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم فيه ثلاثة أقوال للعلماء أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها لا في صلاة الجهرية ولا في صلاة السرية لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ولكن في إسناده ضع ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدر ولا يجب ذلك في الجهرية لما تبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصف وذكر بقية الحديث وهكذا رواه وهكذا رواه بقية أهل السنة أبو داود والفرنحي والنسوعي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصف وقد صححه مسلم ابن الحجاج أيضا فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي رحمه الله والله أعلم ورواية عن الإمام أحمد بن حنبر رحمه الله تعالى والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا ذيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت تفسير الاستعاذة وأحكامها الصفحة الرابعة عشرة قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ تستعذ بالله إنه سميع عليم وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصيل إلى الموالات والمصافاة ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني إلى محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال أفتتخذونه وذريته من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون قال قال الطائفة من القراء قال الطائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيمن نقله عنه ابن ثلوف وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جناد الهذني المغربي في كتاب العبادة الكامل وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة واستغربه بن العربي وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين نقله الرازي والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها ومعنى الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية أي إذا أردتم القيامة والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال الإمام أحمد بن حنب رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن بن أنس حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناج عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب وقد فسر الهمز بالموت وهي الخن والنفخ بالكبر والنفث بالشعب كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة عن عمر بن مرة عن عاصم الغزي عن نافع بن جبير المطعم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه قال عمر وهمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعب وقال ابن ماجة حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيب حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه قال همزه الموتة ونفخه الكبر ونفخه الشعب وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدث له سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المتنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي حدثنا علي بن هشام بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف عن ابن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعدية وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف ابن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بن دار عن ابن مهدي عن التوري والنسائي أيضا من حديث زائدة ابن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال استبر جلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب فقال ما هي يا رسول الله قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم قال فجعل معاذ يأمره فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا وهذا لفظ أبي داول وقال الترمذي مرسل يعني أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة عشرين قلت وقد يكون عبد الرحمن ابن أبي ليلى سمعه من أبي ابن كعب كما تقدم وبلغه وبلغه عن معاذ بن جبل فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال قال سليمان بن سرد رضي الله عنه استبر جلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده ذلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد حمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنود وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هوا هنا وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال والله أعلم وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر بن جريد حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال أول ما أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ قال أستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اقرأ بسم ربك الذي خلق قال عبد الله وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا والله أعلم مسألة وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها وحكى الرازي عن عطاء ابن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال وقال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعب وهو أمر ظاهر وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه مسألة وقال الشافعي في الإنلا يجهر بالتعوذ وإن أصر فلا يضر وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة واختلف قول الشافعي فيما عذا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين ورجح عدم الاستحباب والله أعلم فإذا قال المستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم قاله الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيد بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المكفور والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالافتباع من هذا والله أعلم مسألة ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي الاتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف بل الصلاة فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوذ في العيد ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد والجمهور بعدها قبل القراءة ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة من فم مما كان يتعاطاه من اللغ والرفة وتطييب له وهو لفلاوة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعر والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان بحلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا ومن قتله العدو الباطني كان طريدا ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا ومن قهره العدو الباطني كان مكتونا أو موزورا ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان فصل والاستعاذة هي الانتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذة تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمنه ومن أعوذ به ممن أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن ما أعلم لهن رابعة قوله في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرب عن الجاهلين فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تعالى في سورة حاميم السجدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ينحمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إلى بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسكه عن كل خير وقيل مشتق من شاط لأنه مغلوق من نار ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح وعليه يدل كلام العرب قال أمية بن أبي الصلق في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام أيما شاطن عصاه عكاه ثم ينقى في السجن والأغلال فقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط وقال النابغة الضبيان وهو زياد بن عمر بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان نأت بسعاد عنك نوى شطون فباتت والفؤاد بها رهين يقول بعدت بها طريق بعيد وقال سيبويت العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين ولو كان من شاط لقالوا تشيط فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض جخرف القول غرورا وفي مستد الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا غر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن فقلت أول الإنس شياطين قال نعم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر فقال الكلب الأسود شيطان وقال ابن وهر أخبرني هشام ابن سعد عن زيد ابن أسلم عن أبيه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ركب ذرذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا فنزل عنه وقال ما حملتوني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي إسناده صحيح والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مفرود عن الخير كله كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دخورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث والأول أشهر وأصح بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من كل سورة أو أنها كذلك في الفاكحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت بالفصل لا أنها آية على أقوال العلماء سلفا وخلفا وذلك مبسوط في غير هذا الموضى وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عبات رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجه الحاكم أبو عبد الله ليسى بوري في مستدركه أيضا وروي مرسلا عن سعيد بن جبيت وفي صحيح بن قزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية لكنه من رواية عمر بن هارون البلخ وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها وروى له الضار قطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعة وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاوت وسعيد بن زبير ومقفول والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهويت وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور وقال الشافعي في قول في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أسابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير الفاتحة لابن كثير تحدث المؤلف رحمه الله فيما مضى عن البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا والآن نواصل حديثه عن البسملة من حيث الأقوال في الجهر بها يقول المؤلف هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا فأما الجهر بها ففرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وكذا من قال إنها آية في أولها وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفه فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قنابة السهري وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد بن المسيد وعطاء وطعوس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القربي وعبيد وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزي وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعفاء ومقفول وعبد الله بن مغفل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمر بن دينار والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر فيها كسائر أبعادها وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن حبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إِنِّي لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الدار قطني والخطيب والبيهقي وغيرهم وروا أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي وليس إسناده بذلك وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح وفي صحيح البخار عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدى ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وفي مسجد الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح بن قزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلامة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الدار قطني إسناد صحيح وروا الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدرك عن أنس بن معاوية صلى بالمدينة فترك البسمنة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمن وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوربناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبا وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله الحمد لله رب العالمين وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ونحوها في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة فصل في فضلها قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعان حدثنا سلام بن وهب الجندي حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب وهكذا رواه أبو بكر بن مردوي عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به وقد روا الحافظ بن مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيا عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم أكتب فقال ما أكتب قال بسم الله قال له عيسى وما بسم الله قال المعلم ما أدري قال له عيسى وما بسم الله قال المعلم ما أدري قال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناءه والميم مملكته والله إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب بابن زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيا عن ابن أبي مليكة عن من حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا غريب جدا وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات والله أعلم وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبل وقد روى ابن مردويه من حديث يزيل بن خالد عن سليمان بن بريدة وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن ذاود وغير وهي بسم الله الرحمن الرحيم وروي بإسناده عن عبد الكريم الكبير بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هارض الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البح وأصغت البهائن بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله أن لا يسم اسمه على شيء إلا بارك فيه وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيجعل الله له من كل حرف منها جلة من كل واحد ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديث لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يتدرونها لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل أنها بضعة وثلاثون حرفا وغير ذلك وقال الإمام أحمد بن حمدا في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا تميمة سمعت أبا تميمة يحدث عن ربيف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعت وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيني عن أبي المليح ابن أسامة ابن عمير عن أبيه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيل ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذباب فهذا من تأثير بركة بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول وتستحب في أول خطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذن وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنم من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد المرفوعة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو حديث حسب ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا ومنهم من قال بوجوبها مطلق وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله وقد ذكر الرازي في تفسيره في فض البسملة أحاديثا منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت أهلك فسن الله فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربي به عمر بن أبي سلم قل بسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلك قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يبره الشيطان أبدا ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان وكل قد ورد به القرآن أما من قدره بسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى اقرأ بسم ربك الذي خلق وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو صربا أو قراءة أو وجوءا أو صلاة فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل والله أعلم ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاة عن ابن عباس قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم قال قال له جبريل بسم الله يا محمد يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم وقعد بذكر الله تعالى لفظ ابن جرير وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال أحدها أن الاسم هو المسمى وهو قول أبي عبيدة وسيبوين واختاره الباقلان وابن فورك وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف ضد مخطيب الرين في مقدمات تفسيره قالت الحشوية والكرامية والأشعرية باسم نفس المسمى باسم نفس المسمى وغير نفس التسمية وقالت المعتزلة باسم غير المسمى ونفس التسمية والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية ثم نقول إن كان المراد بنسم إن كان المراد بنسم هذا اللفظة الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى وإن كان المراد بنسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الوابحات وهو عبث فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث ثم شرع يستدل على مغايرة فالاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً كلفظة المعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادثة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة كالمشترك وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى وأيضاً فالاسم لفء وهو عرب والمسمى قد يكون ذاتاً ممكنة أو واجبة بذاتها وأيضاً فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لو وجد النافذ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك ولا يقوله عاقل وأيضاً فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسمى فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى وأيضاً فقوله ولله الأسماء الحسنى أضافها إليه كما قال فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك فالإضافة تقتضي المغايرة وقوله تعالى فادعوه بها أي فادعو الله بأسمائه وذلك دليل على أنها غيره واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام والمتبارك هو الله تعالى والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة وأيضاً فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته اذنقت ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق والجواب أن المراد أن الذات المسمات بهذا الاسم طالق قال الرازي وأما التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه الذات فإنها جعل الاسم معيناً لهذه الذات فهي غير الاسم أيضاً والله أعلم الله عالم على الرب تبارك وتعالى يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغير والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فأجر الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وقال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وجاءت أعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصار وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم ألف في الكتاب والسنة الصحيحة وألف في التوراة وألف في الإنجيل وألف في الزبور وألف في اللوح المحفوظ وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وروي عن الخليل وسيبوي أن الألف واللام فيه لازمة قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقيل إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤبة ابن العجاج بالله در الغاميات المده سبحنا واسترجعنا من تأله فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهته قال عبادتك أي أنه كان يعبد ولا يعبد وكذا قال مجاهد وغيره وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة قال سيبويه مثل الناس أصله إناس وقيل أصل الكلمة لاه فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه قال الشاعر لاه ابن عمك لا أفضنت في حسب عني ولا أنت بياني فتخزونه قال القرطبي بالخاء المعجمة أي فتسوسمي وقال الكسائي والفراء أصله الإله حذف الهمزة وأدغم اللامة الأولى في الثانية كما قال لكن ما هو الله ربي أي لكن أنا وقد قرأها كذلك الحسن قال القرطبي ثم قيل هو مشتق من والها إذا تحيى والوله ذهاب العقل يقال رجل والهم وامرأة والها ومولوها إذا ارسل في الصحراء فالله تعالى يحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته فعلى هذا يكون ولاه فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح إشاح ووسادة إسادة وقال الرازي وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى أنا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا قال وقيل من لا هيلوه إذا احتجب وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال قال وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه لقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وهو المنعم لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وهو المطعم لقوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم وهو الموجد لقوله تعالى كل كل من عند الله وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق ألبته وقال وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء ثم أخذ يستدل على ذلك بوجود منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس فدل أنه ليس بمشتق قال فأما قوله تعالى العزيز الحميد الله على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان ومنها قوله تعالى هل تعلم له سمية وفي الاستدلال بهذه على كون هذا باسم جامدا غير مشتق نظر والله أعلم وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعير كما قال وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال واعلم أن الخلائق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرق وتيه الجهالة فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية فثابت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان وقيل إنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تمسك وقرأ ابن عباس ويدرك وإلهتك وأصل ذلك الإله فحدثت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة وفققمت تعظيمة فقيل الله من فضلك تابع بقية المادة الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من رحيم وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة زعم رعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرثوم وقد قال وكان بالمؤمنين رحيمة وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وقال أحمد بن يحيا الرحيم عربي والرحمن عربي فلهذا جمع بينهما قال أبو إسحاق وهذا القول مرغوب عنه وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله أبو عبي وقيل ليس بناء فعلان كفعيل فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقال ابن عباس هم اسماني رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة ثم حكى عن الخطاب وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق كما في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه وقال بعض الشعراء الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه وقال ابن جرير حدثنا السري ابن يحين تميمي حدثنا عثمان بن زفر سمعت العزرمي يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم قال بالمؤمنين قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعمى جميع خلقه برحمته وقال وكان بالمؤمنين رحيم فخصهم باسمه الرحيم قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره كما قال تعالى قل الله أو دعو الرحمن قل دعو الله أو دعو الرحمن قل دعو الله أو دعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمام كساه الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا مسيلمة إلا مسيلمة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النعت ولا يلزم فيه ما ذكروه وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسم به أحد غيره ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره كما قال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص فإن قيل فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل لا أكتفي به عن الرحيم فقد روي عن عطاء الخرسان ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم بذلك فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجهه بذلك والله أعلم وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم رواه البخاري وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمام وقال تعالى وإذا قيل له نسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن قال ابن جرير وقد أنشد بعض الجاهلية الجهال ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها وقال سلامة بن جند بالطهوي عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلقي وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الرحمن الرحمن الفعلان من الرحمة هو من كلام العرب وقال الرحمن الرحيم الرفيق الرقيق لمن أحب أن يرحمه والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه وكذلك أسماؤه كلها وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال الرحمن اسم ممنوع وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين وكسرت الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرأ قوله تعالى ألف لا ميم الله لا إله إلا هو قال ابن عطية ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت الحمد لله رب العالمين القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله هو مبتدأ وخضر ورؤيا عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام إتباعا للثاني الأول وله شواهد لكنه شاذ وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال إتباعا للأول الثاني قال أبو جعفر بن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأذاء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نباهم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا وقال ابن جليل رحمه الله الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثن عليه فكأنه قال قولوا الحمد لله قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر وقد استدل القرطبي ابن جليل بصحة قول القائل الحمد لله شكرا وهذا الذي ادعاه ابن جليل فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولي والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الحمد نقيض الذنب تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود والتحميد أبلغ من الحمد والحمد أعم من الشكر وقال في الشكر هو الثماء على المحسن بما أولاه من المعروف يقال شكرته وشكرته له وباللام أفصح وأما المتح فهو أعم من الحمد لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم ذكر أقوال السلف في الحمد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله فقال علي كلمة رضيها الله لنفسه ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفناها فما الحمد لله قال علي كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال وقال علي بن زيد ابن جدعان عن يوسف ابن مهران قال ابن عباس الحمد لله كلمة الشكر وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي رواه ابن أبي حاتم وروا أيضا هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال الحمد لله هو الشكر لله هو الاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله وقال الضحاك الحمد لله رداء الرحمن وقد ورد الحديث بنحو ذلك قال ابن جرير حدثنا سعيد بن عمر السكوتي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا عيسى بن إبراهيم عن نوسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامدا حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس عن عضيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به وروا أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وقال الترمذي حسن غريب وروا ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ وقال القرطبي في تفسيره وفي نواذر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثوابا الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعد إلى الله فقال يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي قال يا رب إنه قال لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله لا إله إلا الله لاجتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد وقال آخرون لا إله إلا الله أفضل لأنها تفصل بين الإيمان والكفر وعليها يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله كما ثبت في الحديث المتفق عليه وفي الحديث الآخر أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقد تقدم عن جابر مرفوع أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وحسنه الترمذي والألف والنام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحديث والرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول رب الدار رب كذا وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل وقد قيل إنه اسم الأعظم والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل والعالم جمع لا واحد له من لفظه والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا قال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الخلق كله السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رب الجن والإنس وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج وروي عن علي نحوه قال ابن أبي حاتم بإسناده لا يعتمد عليه واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا وهم الجن والإنس قال الفراء وأبو عبيد العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال للبهائن عالم وعن زيد بن سلم وأبي محيصن العالم كل ما له روح ترفرف وقال قتادة رب العالمين كل صنف عالم وقال الحافظ بن عساكر في ترجمة مروان بن محمد وهو أحد خلفاء بني أمية وهو يعرف بالجع ويلقب بالحمار أنه قال خلق الله سبعة عشر ألف عالم أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف أو أربعة عشر ألف عالم عالم وهو يشك الملائكة على الأرض وللأرض أربع زوايا في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم وخمسمائة عالم خلقهم الله لعبادته رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن سبيع يعني الحميري في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين ألف أمة فستمائة في البح وأربعمائة في البر وحكي مثله عن سعيد بن المسي وقد روي نحو هذا مرفوعة كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد حدثني محمد بن عيسى بن كيسان حدثنا محمد بن المنكذر عن جابر ابن عبد الله قال قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتم لذلك فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هالرؤية من الجراد شيء أم لا قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول خلق الله ألف أمة ستمائة في البحر وأربعمائة في البر فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تابعت مثل النظام إذا قطع سلكه محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف وحكى البغوي عن سعير بن المسيب أنه قال لله ألف عالم ستمائة في البحر وأربعمائة في البر وقال وهب بن منبه لله ثمانية عشر ألف عالم الدنيا عالم منها وقال مقاتل العوالم ثمانون ألفا وقال كعب الأحبار لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل نقله كله البغوي وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن لله أربعين ألف عالم الدنيا من مشرقها إلى مغربها عالم واحد منها وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة قال القرطبي وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين كقوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين والعالم مشتق من العلامة قلت لأنه عالم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وقوله تعالى الرحمن الرحيم وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون على المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير الفاتحة لبن كثير وقوله تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور الرحيم قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قمط من رحمته أحد مالك يوم الدين قرأ بعض القراء مالك يوم الدين وقرأ آخرون مالك وكلاهما صحيح متواتر في السبع ويقال ملك وملك بكسر اللام وبإسكانها ويقال مليك أيضا وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مالك يوم الدين وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيحة حسنة ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله لمن الملك اليوم قوله الحق وله الملك وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ غريب جدا وقد روى أبو بكر ابن أبي داود في ذلك شيئا غريبا حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي حدثنا عبد الوهاب ابن عدي ابن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأوه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى إنا نحن نرف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال قوله الحق وله الملك وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عذاه لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وقال الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم وأن كلا من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكر ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا والقول الثاني يشبه قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون والله أعلم والملك في الحقيقة هو الله عز وجل قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وقال أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه لنفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إياك نعبد وإياك نستعين قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك وقرأ عمر بن فايد بتخفي فيها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا ضوء الشمس وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر فهياك والأمر الذي إن تراحبه موارده ضاقت عليك مصادره ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تمين والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل وفي الشرع عبارة عما يجمع كمان المحبة والخضوع والخوف وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمان الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنو عليه بذلك ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها وقال قتادة إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم فإن قيل فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فإن كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام وقد أجيب بأن المراد من ذلك بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منه ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا ولو كنت في مئة ألف أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى كما قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق قال ولأن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته وهذا القول خطأ والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب قالوا وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى وهذا أيضا عندهم ضعيف بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلة الصلاة وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا كما قال ذلك الأعرابي أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها دندن حولها ندندن اهدنا الصراط المستقيم قرأ الجمهور بالصاد وقرأ الصراط وقرأ بالزاي قال الفراء وهي لغة بني عذرة وبني كلب لما تقدم لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول كقول ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباؤ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر وقد تعدى بإلى كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقد تعدى بالله كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لعوجاج فيه وذلك في لغة جميع العرب فمن ذلك قول جرير بن عطي الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل ووصف باستقامة أو عوجاج فتصف المستقيم باستقامته والمعوجة بعوجاجه ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول فروي أنه كتاب الله قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعيد وهو ابن المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات وقد تقدم في فضائر القرآن فيما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوع وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقد روي موقوفا عن علي رضي الله عنه وهو أشبه والله أعلم وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم كتاب الله وقيل هو الإسلام قال الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل لمحمد عليهم السلام قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم يقول الهم الطريق الهادي وهو دين الله الذي لعو جاج فيه وقال ميمون ابن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال ذاك الإسلام وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو الإسلام وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام أوسع مما بين السماء والأرض وقال ابن الحنفية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية ابن صالح أمن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير حدثه عن أبيه عن نواس ابن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة وعلى جنبي الصراط سوراني فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تنجه فالصراط الإسلام والصوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث ابن سعد به ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بجير ابن سعد عن خالد ابن اعدان عن جبير ابن نفير عن النواس ابن سمعان به وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم قال الحق وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم وروا ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النظر هاشم بن القاسم حدثنا حمزة ابن النغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية اهدل الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أب العالية ونصح وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد وقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقط حدثنا إبراهيم بن مهد المصيص حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جليل رحمه الله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عني اهذن الصراط المستقيم أن يكون أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على مرتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به ومن زجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم فإن قيل فكيف يسأل المؤمي الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا فالجواب ألا ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرى إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل لأن المرادة الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرع فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أما الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس صراط الذين أنعمت عليهم قال هم النبيون وقال ابن جريج عن ابن عباس هم المؤمنون وكذا قال مجاهد وقال وكيع هم المسلمون وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرأ الجمهور غير بالجر على النعت قال الزمخشري وقرأ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب وغيت عن ابن كثير وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين قاصدين وهما طريقة اليهود والنصارى وقد زعم بعض النحاة أن غيرها هنا استثنائية فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليس منهم وما أوربناه أولى لقول الشاعر كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشن أي كأنك جمل من جمال بني أقيش فحذف الموصوف واكتفي بالصفة وهكذا غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم اكتفي بالمضاف إليه عن ذكر المضاف وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور سعى وما شعر أي في بئر حور والصحيح ما قدمناه ولهذا روى أبو عبد القاسم بن سلام في كتابه فضاء للقرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين وهذا إسناد صحيح وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير فيدل على ما قلناه من أنه إنما جئ بلا لتأكد النفي لألا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم والفرق بين الطريقتين ليشتنب كل واحد منهما فإن طريقة أهل الإيمان مجتملة على العلم بالحق والعمل به واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق وظلوا وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم من لعنه الله وغضب عليه وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وبهذا جاءت الأحاديث والآثار وذلك واضح فيما قال الإمام أحمد حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفنا فقالت يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك قال من وافدك قالت عذي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا فسألته فأمر لها قال فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه أتاه فلان فأصاب من فأتيته فإذا عندهم رأة وصبيان وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر فقال يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل قال فأسلت فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه قلت وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك بن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم قال هم اليهود ولا الدالين قال النصارى هم الدالون وهكذا رواه سفيان بن عيين عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن بديل العقيل أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بواد القراء على فرسه وسأله رجل من بن القين فقال يا رسول الله من هؤلاء قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود والدالون هم النصارى وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر فالله أعلم وقد روا ابن مردويه من حديث إبراهيم ابن طهمان عن بديل ابن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود قلت الضالين قال النصارى وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذان عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وقال في المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر وكان وأضل عن سواء السبيل وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على رسال داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون وفي السيرة عن زيد بن عمر بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله فقال أنا من غضب الله أفر وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله فقال لا أستطيع فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هباه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه مسألة والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم وأما حديث أنا أفصح من نتق بالضاد فلا أصل له والله أعلم فاشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتضرع من حولهم وقوتهم وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثنيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جوار الصراط الحسية يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباطل لألا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا وقال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون إلى غير ذلك من الآيات الدالة التي على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العبادهم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والعي وهذا حال أهل الضلال والغي وقد ورد في الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم يعني في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال وليس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد فصل يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين ويقال آمين بالقصر أيضا ومعناه اللهم استجب والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عنوائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته ولأبي داود رفع بها صوته وقال الترمذي هذا حديث حسن ورؤيا عن علي وابن مسعود وغيرهم وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو داود وابن ماجة وزاد فيه فيرتج بها المسجد والدار قطني وقال هذا إسناد حسن وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين رواه أبو داود ونقل أبو نصر القشير عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد الميم من آمين مثل آمين مثل آمين البيت الحرام قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان وقيل في الإجابة وقيل في صفة الإخلاص وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوع إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وقال جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين قال رب فعل وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن وقال التلمذي معناه لا تخيب رجاءنا وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس مرفوع ولا يصح قاله أبو بكر ابن العربي المالكي وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى عند مسلم وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا وأمنوا عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغدوب عليهم ولا الضالين وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية وحاصلوا الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدان الله لها وظلوا عنها وعلى القبلة التي هدان الله لها وظلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين ورواه ابن ماجة ولفظه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين وفي إسناده طلح ابن عمر وهو ضعيف وروا ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم قلت ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا يضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه أحمد في مسنده وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين يا رسول الله فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله أعلم ولهذا قال ابن مردويه حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جريد عن ليث عن ابن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزى مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج السهم فقال لما لم يخرج السهم فقيل إنك لم تقل آمين انتهت تفسير سورة الفاتحة لابن كثير قرأها عليكم الدكتور عبدالستار زموت انتهت هذه المال ولكم تحيات أتوانكم بشبكة بالألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألو بالتعاون مع المرتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المال تفسير سورة البقرة لابن كثير قراءة الدكتور عبدالستار زموت سورة البقرة سورة البقرة مدنية وآياتها ست وثمانون ومئتان الصفحة الثانية والثلاثون ذكر ما ورد في فضلها قال الإمام أحمد حدثنا عالم حدثنا معتمر عن أبيه عن معق ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقرؤوها على موتاكم انفرد به أحمد وقد رواه أحمد أيضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بن نهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها على موتاكم يعني ياسين فقد تبينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجة وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وقال وقال الترمذي حسن صحيح وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن سنان ابن سعد عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه سنان ابن سعد ويقال بالعكس واثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد ابن حنب وغيره وقال أبو عبيد حدثنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن سلمة ابن كهيد عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة ورواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة ثم قال الحاكم صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن بلال حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع البقرة يقرأها فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به وروا الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله براط وقال إن لكل شيء سناما وإن سناما القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لباب وإن لباب القرآن المفصل وروي أيضا من طريق الشعبي قال قال عبدالله بن مسعود من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت لم يدخل ذلك البيت الشيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفي رواية وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكره ولا يقرأ ولا يقرأ على مجنون إلا أفاق وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سناما القرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه وابن مردوي من حديث الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به وعند خالد بن حبان ابن سعيد المديني وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عبد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك هذا لفظ رواية الترمذي ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث ليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا فالله أعلم قال البخاري وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيا قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذ رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير قال قد أشفقت يا رسول الله على يحيا وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيع فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ماذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وذلك فيما رواه أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة قال فسألت ثابتا فقال قرأت سورة البقرة وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إيهاء إبهاما ثم هو مرسل والله أعلم ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريد عن أبيه قال كنت جارسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأصهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والقلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال اقرأ وصعت في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتينا وروا ابن ماجة من حديث بشر بن المهاجر بعض وهذا إسناد حسن على شرط مسلم فإن بشرا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين وقال النسائي ما به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجب وقال البخاري يخالف في بعض حديثه وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه وقال الدار قطني ليس بالقوي قلت ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية ابن سلام عن أخيه زيد ابن سلام عن جده أبي سلام منطور الحبش عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهل به الزهراوان المنيرتان والغياية ما أظلك من فوقك والفرق القطعة من الشيء والصواف المصطفة المتضامنة والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن غريب وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب قال فأخبرني به قال لا والله لا أخبرك به ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخا لكم قرية في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فيختران به الجبل وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله وإنه أقيد به فقتل فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة قال أبو عبيد أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره يدفعان عنه ويؤمسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن وقال أيضا حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح قال فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزء وحدثنا يزيد عن ورقاء بن إياس عن سعيد بن الجبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليله كان أو كتب من القانتين فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة ذكر ما ورد في فضل السبع الطول الصفحة الرابعة والثلاثون قال أبو عبيد حدثنا هشام ابن إسماعيل الدمشقي عن أحمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطول مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل هذا حديث غريب وسعيد بن أبي بشير في هلين وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله ابن صالح عن الليث عن سعيد ابن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر والله أعلم ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن أبي عمر مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر وهذا أيضا غريب وحبيب ابن هند ابن أسماء ابن هند ابن حارث الأسلمي وروا عنه عمر ابن عمر وعبد الله ابن أبي بكر وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا فالله أعلم وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان ابن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل ابن جعفر به ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان ابن جلال عن حبيب ابن هند عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر قال أحمد وحدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال عبد الله ابن أحمد وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن كذا كان في الكتاب فلا أدري أغف له أبي أو كذا هو مرسل وروا الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة وقال له اذهب فأنت أميرهم وصححه الترمذي ثم قال أبو عبيد حدثنا هشين حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعرار ويونس قال وقال مجاهد هي السبع الطول وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الزماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها وإن يونس هي السابعة فصل والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها لكن قوله تعالى فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها وكذلك آيات الربى من آخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطات القرآن قال بعض العلماء وهي مجتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهر وقال العابدون آياتها مئتان وثمانون وسبع آيات وكلماتها ستة آلاف ستة آلاف كلمة ومئتان وإحدى وعشرون كلمة وحروفها خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسمائة حرف فالله أعلم قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالمدينة وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارس حدثنا خلف بن هشام وحدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن وكذا القرآن كله هذا حديث غريب لا يصح رفعه وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمل جمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجاه وروا ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل ابن طلحة عن عطبة ابن مرثب قال أرأ النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة لينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ألف قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عام الشعب وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء الصور قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبوي أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شب عن ابن أبي نجيح عن أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن وهكذا وقال قتابة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال في فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بن دار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المتنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر أحوى وهكذا مثله عن علي وابن عباس وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروا ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم وروينا أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال حدثنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف السلافة من التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلألائه وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال أعجب أنهم يظنون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يقفرون به فالألف مفتاح الله واللام مفتاح اسمه رطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء واللام نطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جريد ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للصور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع ابن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد ويراد به الدين كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبو العالية زعم أن الحرف ذل على هذا وعلى هذا وعلى هذا سامعا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإجاب تعني وقفت وقال الآخر ما للظليم عال كيف لا ينقض عنه جلده إذا فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى باليائم يفعل وقال الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنت يقول وإن شرا فشرا ولا أريد الشر إلا أنت شاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم قال القرطبي وفي الحديث من أعام على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث قال سفيان هو أن يقول في أقت أق وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام را وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في ألف با تا تا أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكاه بن جرير قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي ألف لام ميم صاد را كاف ها يا عين طا ثا حا قاف نون يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر وهي نصف الحروف عذدا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مجتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة وقد صردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأا كبيرا فتعين أن لها معنا في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدأ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك ولو كان كذلك أيضا لم بغى لابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أبو العباس بن تيمية وشيخنا وشيخنا الحافظ المجتهد أبو العجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية قال الزمخشري ولم ترت كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكررت تحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف وحرفين مثل حاميم وثلاثة مثل ألفلام ميم وأربعة مثل ألفلام ميم را وألفلام ميم صاد وخمسة مثل كافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منك ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ألف لام ميم تنزيل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم عين سي قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعنى النظر والله أعلم وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أبل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن زياد قال مر أبو ياسر بن أخطط في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتدو فاتحة سورة البقرة ألف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه فأتى أخاه حيي بن أخطط في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتدو فيما أنزل الله تعالى عليه ألف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه فقال أنت سمعت قال نعم قال فمشى حيي بن أخطط في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتدو فيما أنزل الله عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله فقال نعم قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطط وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه 71 سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره فقال نعم قال ماذاك قال ألف لام ميم صاد قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه 31 ومئة سنة هل مع هذا يا محمد غيره قال نعم قال ماذاك قال ألف لام را قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مئتان فهذه 31 ومئة سنة فهل مع هذا يا محمد غيره قال نعم قال ماذا قال ألف لام ميم را قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مئتان فهذه 71 ومئتان ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومئة وإحدى وثلاثون ومئتان وإحدى وسبعون ومئتان فذلك سبعمائة وأربع سنين فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج إن ذلك بمعنى هذا والعرب تعارض بين اسمي الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى عن أبي عبيدة وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام مين كما قال تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال ذلكم الله وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم والكتاب القرآن ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزة وتكلف ما لا علم له به والريب قال السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه وقال أبو الضرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية الربيع ابن أنس ومقاتل ابن حيان والسد وقتادة وإسماعيل ابن أبي خالد وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافة وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل بثينة قالت يا جميل أردتني فقلت كلاما يا بثين مريب واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النه أي لا ترتابوا فيه ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدأ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين والوقف والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أو لا للآية التي ذكرناها ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعك ومنصوبا على الحال وخصة الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمن أولئك ينادون من مكان بعيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقد قال السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نورا للمتقين وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال هدى للمتقين قال هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعته وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس للمتقين قال الذين الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرذون رحمته في التصديق بما جاء به وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم وقال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبية فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإث قال فرجعت إلى الأعمش فقال يرى أنه كذلك ولم ينكر وقال قتاب للمتقين هم الذين معتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية والتي بعدها واختيار ابن جريب أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال وقد روى الترمذي وابن ماجة من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله عن ربيعة بن يزيدا وعطية بن قيث عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به بأس ثم قال ثم قال الترمذي حسن غريب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق ابن سليمان يعني الرازي عن المغيرة ابن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفير من أصحاب معاذ فقال له شقيق ابن سلم يا أبا عفير ألا تحدثنا عن معاذ ابن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجم الله منهم ولا يستكر قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تبسير سورة البقرة لابن كفير قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقال ليس عليك هداهم وقال من يضمن الله فلا هادي له وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضمن فلن تجد له وليا مرشدا إلى غير ذلك من الآيات ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال إنما أنت من ذو لكل قوم هاد وقال تعالى وأما فمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقال وهديناهم النجدي على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم وأصل التقوى التوكي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا بالوجه وقال الآخر فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعسم وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سيكت طريقا ذا شيء قال بلى قال فما عنك قال شمرت يشتهت قال فذلك التقوى وقد أخذ هذا المعنى بن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحترم صغيرة إلا الجبال من الحصر وأنشد أبو الضرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدة ومال وتقوى الله أفضل ما استفاد وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها صرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أضرت وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله الذين يؤمنون بالغيب قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحرص عن عبد الله قال الإيمان التصديق وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يصدقون وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل وقال أبو جعفر من الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون قال ابن جرير والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقابا وعملا وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل قلت أما الإيمان في اللغة فيطبق على التصديق المحت وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال فقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفربنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن نستهزئون وقال إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا أي في حال كونه غيبا عن الناس وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد قال أبو جعفر أبو جعفر مراجي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالله وملائكته وقطبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله وكذا قال قتادة بن دعامة وقال السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيب كما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن وقال وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن زبي عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله تعالى وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر قال الغيب القرآن وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر فكل هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به وقال سعيد بن منصور حدثنا معاوية عن الأعمس عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إذا قيله المفلحون وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوين والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا أسد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن حيريز قال قلت لأبو جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثك حديثا جيدا تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح فقال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وزاهدنا معك قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يريني طريق أخرى قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية ابن صالح عن صالح بن جبيت قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس يصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة رضي الله عنه فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هاتي رحمك الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بالله واتبعناك قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمس عن المغيرة بن قيس التمين عن عمر بن شعيد عن أبيه عن جد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قال الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالنبيون قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديد قلت ولكن قد رأى أبو يعلى في مسنده وابن مربويه في تفسيره والحاكم في مستدرته من حديث محمد بن حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روي نحوه عن أنس بن مالك المرفوعة والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد المسند حدثنا إسحاق بن عدريس أخبرني إبراهيم بن زعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني زعفر بن محمود عن جدته بديلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إلياء فسلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فسلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قيم آمنوا بالغير هذا حديث غريب من هذا الوجه ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أن يقيمون الصلاة بفروضها وقال الضحاق عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاية والخشوع والإقبال عليها فيها وقال قتابة إقامة الصلاة المحافظة على مواكيتها ووضوئها وركوعها وسجودها وقال مقاتل ابن حيان إقامتها المحافظة على مواكيتها وإصداع الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن سعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون قال نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة وقال جويبر عن الضحات كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قبر ميسرتهم وجهدهم حتى نزلت فرائب الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسقات المثبتات وقال قتابه ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عوار ويدائع عندك وابن آدم يوشك أن تفارقها واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع لازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك وكل من الإنفاق والزكاة ممزوح به محمود عليه قلت كثيرا ما يكرم الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال فإن الصلاة حق الله وعبادته وهي مجتملة على توحيده والثماء عليه وتمجيده والاتهال إليه ودعائه والتوكل عليه والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والممالين ثم الأجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحد البيت والأحاديث في هذا كثير وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء قال الأعشى لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبجت صلى عليها وزمزمه وقال أيضا وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم أنشدهم ابن جرير مستشهدا على ذلك وقال الآخر وهو الأعشى أيضا تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمد نوما فإن لجنب المرء متجع يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعوته لي وهذا ظاهر ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشريطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة قال ابن جرير وعرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المثل يتعرض لاستنجاح طلبته من تواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع والسجود وهما عرقان يمتدان من الضهر حتى يكتنفان عجب الذنب ومنه ثمي المصلي وهو التاني للسابق في حلبة الخير وفيه نظر وقيل هي مشتقة من الصلوين وهو الملازمة للشيء من قوله تعالى لا يصلاها أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم كما أن المصلي يقوم عياجه بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميذان وإننا سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقينون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومن هم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو العالية والربيع ابن أنس وقتابة والثاني هما واحد وهم مؤمنوا أهل الكتاب وعلى هذين تكون مواع عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى وكما قال الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليف الكتيبة في المزحم فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد والثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لمؤمني أهل الكتاب نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن جرير رحمه الله ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل أدى بجاريته فأحسن تأذيبها ثم أعتقها وتزوجها وأن ابن زليل فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة وهي أن الله وصف في أول هذه الصورة المؤمنين والكافرين فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي قلت والظاهر قوم مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن ابن أبي مجيح عن مجاهد أنه قال أربع آيات من أول سورة البقرة في نعة المؤمنين وآيتان في نعة الكافرين وثلاثة عشر في المنافقين فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتحف بها من عربي وعجني وكتابي من إنسي وجني وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرق معها فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام السلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والإيقان بالآخرة كما أن هذا لا يصح إلا بذلك وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية وقال تعالى ولا تجازلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الطورات والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه لكن لمؤمنين لكن لمؤمنين أهل الكتاب خصوصية وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين وعما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما يليف ثوابه على الأجرين الذين حصلا لهم والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يقول الله تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإيقان الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم لاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا وقال ابن جرير وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوثيقه لهم وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليه الآية على ما تقدم من الخلاف وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قطعا مما قبله وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك هم المفلحون واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب لما رواه السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم والله أعلم وقد نقل عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتاب ترحمهم الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن نهيعة حدثني عبيد الله بن النغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله تعالى المصلحون هؤلاء أهل الجنة قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم هؤلاء أهل المعر قالوا لسناهم يا رسول الله قال أجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وسكروا وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك الآية أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوثر ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمن كذلك فإنما عليك البلاه وعلينا الحساب إنما أنت نذير والله على كل شيء يكيل وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرف أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن أكرمة أو سعير بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك وقال أبو جعفر الراجي عن الربيع ابن أنف عن أبي العالية قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بأبي طلحة أظهر ويفسر ببقية الآيات التي في معماها والله أعلم وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا فقال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمر وقال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس فقال ألا أخبركم ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء أهل النار قالوا لسنا منهم يا رسول الله قال أجل وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة من التي قبلها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أي هم كفار في كلا الحالين فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون ويكون قيله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ذملة معتربة والله أعلم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم قال السد ختم الله أي طبع الله وقال قتابة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يثقهون ولا يعقلون وقال ابن ذريج قال ابن ذاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبت الظنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الخط قال ابن ذريج الخطم على القلب والسم قال ابن ذريج وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال والأقفال أشد من ذلك كله وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكث فإذا أذنب العبد ذنبا دم منه وقال بأسبوعه الخنصر هكذا فإذا أذنب دم وقال بأسبوع أخرى فإذا أذنب دم وقال بأسبوع أخرى هكذا حتى بم أصابعه كلها ثم قال يطبع عليه بطابع وقال مجاهد كانوا يرين أن ذلك الري ورواه ابن جرير عن أبي جرير عن أبي كريب عن يكيع عن الأعمش عن مجاهد بن أحوه قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستناع لما دعوا إليه من الحق كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا قال وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم قلت وقد أطمب الزمخشري في تقرير ما ربه ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتذاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من مصول الحق إليها قبيح عنده ويتعالى الله عنه في اعتقاده ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هو قوله ونقلب أسئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم قال القرطبي وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل لقد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم وذكر حديث تقليب القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وذكر حديث حبيثة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب وذلك الحصير عودا عودا فأي قلب فأي قلب أشر أشر بها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تسير على قلبي على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتلة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مشخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الحديث قال ابن جريب والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما حدثنا به محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بن عزلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكت سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب ثقل قلبه وإن زاب زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كما بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة والليف بن سع وابن ناجة عن هشام ابن عمار عن حاتم ابن إسماعيل والوليد ابن مسلم ثلاثتهم عن محمد ابن عزلان به وقال الترمذي حسن صحيح ثم قال ابن جرير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطب فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نذير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يسل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطها عنها واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم غشاية جملة تامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر كما قال السد في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يقول فلا يعقلون ولا يسمعون يقول وجعل على أبصارهم غشاية يقول على أعينهم فلا يبصرون وقال ابن زرير حدثني محمد ابن سعد حدثنا أبي حدثني عم الحسين ابن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم قال وحدثنا القاسم حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد حدثني حجات وهو ابن محمد أعور حدثني ابن جريد قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبه وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة قال ابن جريد ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإدمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعه كقوله تعالى وحور عيد وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شكت همالة عيناها وقال الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا لما تقدم وصف المؤمنين في صدر الصورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى لما تقدم وصف المؤمنين في صدر الصورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطمد في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق كما أنزل صورة ضراء فيهم وصورة المنافقين فيهم وذكرهم في صورة النور وغيرها من الصور تعريفا لأحوالهم لتشتنب ويشتنب من تلبس بها أيضا فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخاجعون الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى وهذا كما قال ابن ذري المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مذيبة وإنما نزلت صفات المنافقين في الصور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو من الباطن مؤمن فلما هاجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بن قينقاع حلفاء الخزرج وبن النبير وبن قريبة حلفاء الأوس فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سمام رضي الله عنه ولم يكن إذاك نفاق أيضا لأنه لم يكن للمسلمين بعد شيقة تخاف بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية وكانوا قد عجموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم يجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد يهاجر مكرها بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن زبير عن ابن عباس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني المنافقين من الأوس والخزرة ومن كان على أمرهم وكذا تفسرها بالمنافقين من الأوس والخزرة أبو العالية والحسن وقتابة والسد ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لألا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفتار في نفس الأمر وهذا من المحذورات الكبار أن يظن لأهل القبور خير فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أي يقولون ذلك قولا ليس وراءهم شيء آخر كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر ولهذا يؤكدون الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها أكدوا أمرهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وليس الأمر كذلك كما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وبقوله وما هم بمؤمنين الآن انتهى الوجه الثالث بعد انتهى وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عيدة وأنهم يروّج عليه كما قد يروّج على بعض المؤمنين كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم وكل القراءتين ترجع إلى معنى واحد قال ابن جرير فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعة وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له مؤتقد إلا تقية قيل لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعة فكذلك المنافق ثمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهره بلسانه تقية بما يخلص به من القتل والسبه والعذاب العاجل وهو لغير ما أظهره مستبطن وذلك من فعله وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أميتها ويسقيها كأس سرورها وهو موردها حياض عطبها ومذرعها به كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشركهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين ولكنهم على عمى من أمرهم مقيمون من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقال ابن أبي حاتم أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا محمد بن نور عن أبي جريج في قوله تعالى يخادعون الله قال يظهرون لا إله إلا الله يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك وقال سعيد عن قتابه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون نعت المنافق عند كثير خمع الأخلاق يصدق بنسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله يصبح على حال ويمسي على غيره ويتكفأ السفينة كلما هبت ريح هبت معها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في قلوبهم مرض قال شك فزادهم الله مرضا قال شكا وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال شك وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وعن عكرمة وطاويس في قلوبهم مرض يعني الرياء وقال الضحاق عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال نفاق فزادهم الله مرضا قال نفاقا وهذا كالأول وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وهم المنافقون والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو الجزاء من جنس العمل وكذلك قاله الأولون وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقوله بما كانوا يكذبون وقرأ يكذبون وقد كانوا متصفين بهذا وهذا فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا وقد سئل القرقبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين ما علمه بأعيان بعضهم وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبتت الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه قال القرقبي وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم قال ابن عطية وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجه والقاضي إسماعيل والأبهري وعن ابن الماجشون ومنها ما قال مالك إنما كث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبيى لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه قال القرطبي وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام قال ومنها ما قال الشافعي إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما يظهرونه حسب ما قبله ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرة فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا وكأنه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآية فهم يخالطونهم في بعض المحشر فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وحيل بينهم وبينما يشتهون ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجوده عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يكل عليهم آيات الله مبينات فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون قال مالك المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم قلت وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكف هل يستتاب أم لا أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا أو يتكرر منه ارتداده أم لا أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام تنبيه قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة ولعل الكث عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمه نحن نعلمه الآية وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا منعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ففيها دليل على أنه لم يغربهم ولم يدرك ففيها دليل على أنه لم يغربهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى ولون شاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلود وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين ومع هذا لما مات صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل لبقية المسلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه وفي رواية في الصحيح إني خيرت فاخترت وفي رواية لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطبيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال هم المنافقون أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده وقال ابن ذريج عن مجاهد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون وقال وكيع وعيسى بن وينس وعثان بن علي عن الأعمش عن المنهان بن عمر عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي وإذا قيل له لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال سلمان لم يجئ أهل هذه الآية بعد وقال وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الآية قال ما جاء هؤلاء قال ابن جرير يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه عنى أنه لم ينضي ممن تلك صفته أحد قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عنه ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها وهذا الذي قاله حسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبين ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم مصيرا فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين فكان الفساد من جهة المنافق حاصلا لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووال الكافرين على المؤمنين ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف ولو أخلص العمل لله وتطابق وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح ولهذا قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي نريد أن نداري فريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفتاد ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فتادا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنون به وعنه وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم يقولون أنا صير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء والسفهاء جمع سفيه لأن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم والسفيل هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار ولذا سم الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى وَلَا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا قال عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون يعني ومن تمان جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الدلالة والجهد وذلك أرضى لهم وأبلغوا في العمى والبعد عن الهدى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويندهم في طغيانهم يعمهون يقول تعالى وإذا نقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالات والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإله ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع والأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جريب وقال السد عن أبي مالك خلوا يعني مدو وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين قال السد في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني هم رؤساؤهم في الكف وقال الضحاك عن ابن عباس وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين وقال قتادة وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية والسد والربيع بن أنس قال ابن جرير وشياطين كل شيء مردته ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن فقلت يا رسول الله أولي الإنس شياطين قال نعم وقوله تعالى قالوا إنا معكم قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أي إنا على مثل ما أنتم عليه إنما نحن مستهزئون أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم وقال الضحاق عن ابن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الربيع بن أنس وقتابه وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وقال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فدرب بينهم بسور له باب باتله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية وقوله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا مِنِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا مِنِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَعَ الآية قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال وقال آخرون بل استهزاؤه بهم تيضيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به قال وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك ولم يكن منه خبيعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه قالوا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على الجواب والله ما يكون منه المكر ولا الهز والمعنى أن المكر والهز أحاكم بهم وقال آخرون قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم وقوله يخادعون الله وهو خادعهم وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم ونسوا الله فنسيهم وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقب عقوبة الخداع فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقابة في اللف وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فالأول ظل والثاني عدل فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك قال وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما جاء به وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلافا الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والمكان ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتفن عن الله عز وجل بالإجماع وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا ينتنع ذلك قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس وحدثنا أبو قريب حدثنا أبو عثمان حدثنا بش عن أبي روق عن الضحاق عن ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم للنقمة منهم وقوله تعالى ويندهم في طغيانهم يعمهون قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمدهم يملي لهم وقال مجاهد يزيدهم وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قال ابن جريع والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظوهم في طغيانهم يعمهون والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقال الضحاق عن ابن عباس في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددون وكذا يفسره السد بسنده عن الصحابة وبه يقول أبو العالية وقتابه والربيع ابن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن ابن زيد في كفرهم وضلالتهم قال ابن جرير والعمه الضلال يقال عنها فلان يعمه عنها وعموها إذا بل قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارا ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا وقال بعضهم العمى في العين والعمه في القلب وقد يستعمل العمى في القلب أيضا قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وتقول عنها الرجل يعمه عموها فهو عنه وعانه وجمعه عم وذهبت إذنذ العمهاء إذا لم يدر أين ذهبت من فضلك تابع وقية المادة تابع وقية المادة تابع وقية المادة تابع وقية المادة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى كما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا وقال قتابه استحبوا الضلالة على الهدى وهذا الذي قاله قتابه يشبله في النعمى قوله تعالى في ثمود فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عذلوا عن الهدى إلى الضلال واعتادوا عن الهدى بالضلالة وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي بذل الهدى ثمنا للضلالة وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم أو أنه يستحب الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك وقال ابن جرير حدثنا بشير حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الدلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن رزريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء مثلهم كمثل الذي استوقب نارا فلما أداءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بطن عميا فهم لا يرجعون يقال مثل ومثل ومثيل أيضا والجمع أمثال قال الله تعالى وتلك الأمثال مضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أداءتنا حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأمس بها فبينا هو كذلك إذ بفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا يمطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السد ثم قال والتشبيه هاهنا في غاية الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين وزعم ابن جرير أن المدروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سربوه وطبع على قلوبهم ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية هاهنا وهي قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فلهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة قال وصح برب مثل جماعة بالواحد كما قال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال تعالى مثل الذين حملوا الطيرات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال بعضهم تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين كما قال الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي قلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى فلما أداءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام وقوله تعالى ذهب الله بنورهم أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يذرهم وهو الإحراق والدخان وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها وهم مع ذلك صم لا يسمعون وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا بكم لا يتكلمون بما ينفعهم عمي في ظلالة وعماية وعماية البصيرة كما قال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءتنا حوله من قذن أو أذن فأبصره حتى عرف ما يتقي منه فبينما هو كذلك استفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذن فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك وقال مجاهد فلما أضاءتنا حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى وقال عطاء الخرسان في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقض نارا قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عم القلب وقال ابن أبي حاتم ويؤل عن عكرمة والحسن والسدي والربيع ابن أنس نحو قول عطاء الخرساني وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقض نارا قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عم القلب وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقض نارا إلى آخر الآية قال هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقضوا نارا ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقض نارا قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويارفونهم ويقاسمونهم الفي فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوء وقال وقال أبو جعفر الراز عن الربيع بن أنس عن أبي العالية مثلهم كمثل الذي استوقض نارا فإنما ضوء النار ما أوقتها فإذا خمدت ذهب نورها وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة وقال الذحاك ذهب الله بنورهم أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلم به وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثلهم كمثل الذي استوقب نارا فلما أضاءت ما حوله فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وآمنوا في الدنيا وأنكحوا النساء وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله وتركهم في ظلمات لا يبصرون قال علي بن أبي طلحة عن بن عباس وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب إذا ماتوا وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب إذا ماتوا وقال محمد بن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتركهم في ظلمات أي يبصرون الحق ولا يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر اطفئوه بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا ولا يستقيمون على حق وقال السدي في تفسيره بسنده وتركهم في ظلمات فكانت الظلمة نفاقهم وقال الحسن البصري وتركهم في ظلمات لا يبصرون فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله سم بكم عمي قال السدي بسنده سم بكم عمي فهم خرص عمي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يعقلون وكذا قال أبو العالية وقتابة ابن دعامة فهم لا يرجعون قال ابن عباس أي لا يرجعون إلى هدى وكذا قال الربيع ابن أنس وقال السدي بسنده سم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام وقال وقال قتابة فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا هم يذكرون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق واختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هذا مثل آخر ضربه الله تعالى بضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تار ويشكون تار أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كسيب والصيب المطر قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأب العالية ومجاهد وسعيد ابن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخرساني والسبي والربيع ابن أنس وقال الضحاك هو السحاب والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف فإن شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون والضرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته كما قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بهم ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدته وقوته في نفسه وبعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين وقال ابن إسحاق حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد ابن جبير عن ابن عباس وكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإذا أصاب الإسلام نكبة أقاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وقال محمد بن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعير بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتاب والربيع بن أنس والسبي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمس نورا وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية وقال تعالى يوم على كل شيء قدير ذكر الحديث الوارد في ذلك قال سعيد بن أبي عروبة عن قتابة في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الآية ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدم أبينا بصنعاء ودون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدمين رواه بن جريب ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داود القطان عن قتادة بنحوه وهذا كما قال المنهال بن عمر عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأبناهم نورا على إبهام يطفأ مرة ويتقد مرة وهكذا رواه بن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن علي ابن محمد الطنافس حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمر عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود نورهم يسعى بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراب منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النهلة وأبنهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحسي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا عقبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يُعطى نورا يوم القيامة فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وقال الضحاك بن مزاح يُعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا فإذا انتهى إلى الصراب دفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون شفقوا فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها ومنافقون وهم قسمان خلص وهم المدروب لهم المثل الناري ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل الماء وهم أخف حالا من الذين قبلهم وهذا وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب نثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمسباح في الزجاجة التي كأنها كوكب بري وهي قلب المؤمن وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كبر ولا تخليط كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا الآية ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط وهم الذين قال تعالى فيهم أو كظلمات في بحر نجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فقسم الكفار ها هنا إلى قسمين داعية ومقلب كما ذكرهما في أول سورة الحج ومن الناس من يجادر في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد وقال وقال ومن الناس من يجادر في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار فتخلص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو النظر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمر ابن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القلوب أربعة قلب أجرب فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرب فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة ومدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة ومدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه وهذا إسناد جيد حسن وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير قال ابن عباس أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيم وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضربان لصنف واحد من المنافقين وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أو تكون للتخيير أيضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساوي للآخر في إباحة الجلوس إليه ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم قلت وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براع ومنهم 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 يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفين الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر اللجي الآية فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب والثاني ذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين والله أعلم بالصواب يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بماءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون شرع تبارك وتعالى في ديان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواس الشامخات والسماء بناءا هو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل من السماء ماءا والمراء المراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أملاع الزروع والثنار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ومدنونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنها ورازقهم فبهذا يستحق أن نعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال كنت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله مدا وهو خلقك الحديث وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث وفي الحديث الآخر لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان وقال حمد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم قالوا نحن اليهود قلت إنكم لأنتم القوم ليلا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم ليلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وقال ثم مرأت بنفر من النصارى فقلت من أنتم قالوا نحن النصارى قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن تفيلا وعى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحدا هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأسم عن ابن عباث قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وما شئ فقال أجعل تني لله مدة قل ما شاء الله وحده رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تدر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه وهكذا قال قتابة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمر ابن أبي عاصم حدثنا أبو عمر حدثنا أبو الضحاك ابن أخلب أبو عاصم حدثنا شبيب ابن بش حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبت هذا لأتانا النصوص البارحة ولولا البط في الدار لأتى النصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئته وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعل كمي لله ندى وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء وهكذا قال الربيع بن أنس وقتابة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة قال الإمام أحمد حدثنا عفتان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن زيد ابن سلام عن جده منطور عن الحرف الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد أن يبتئ بها فقال له عيسى عليه السلام إن فقد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبدأ أبلغهن وإما أن أبلغهن فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخصف به قال فجمع يحيى ابن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بوارق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلكفت فإذا صليتم فلا تلكفتوا وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه وقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه وأمركم بذكر الله كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهم الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله هذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وقد استدل به كثير من المفسرين كالراز وغيره على وجود الصانع تعالى وهي دالة على ذلك بطريق الأولى فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها واتباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفعبها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإبقانه وعظيم سلطانه كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى فقال يا سبحان الله إن البعر لا يدل على البعير وإن أثر الأقدام لتدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود النطيف الخبير وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات وعن أبي حنيفة أن بعض الزنابقة سألوه عن وجود البار تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في البحر ميقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد فقال هذا شيء لا يقوله عاقل فقال والحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اجتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه وعن الشافعي أنه سئل عن موجود الصانع فقال هذا ورق الطوب طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريس وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشات والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وريفا وتأكله الضباء فيخرج منها المس وهو شيء واحد وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبري فبينه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحذاق هي الذهب السبيك على قدب الزبرج بشاهدات لأن الله ليس له شريك وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاح وفي كل شيء له آية تذل على أنه واحد وقال آخرون من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يقصها ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقرى ويسكن ساكنها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وكذلك هذه الأمهار السارحة من من قطر إلى قطر للمنافع وما ذرأت الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرائيج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ونطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواه عليه توكلت وإليه أمود والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصلى فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك قال ابن عباس شهداءكم أعوانكم وقال السد عن أبي مالك شركاءكم أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصونكم وقال مجاهد ودعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به يعني حكام الفصحاء وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين وقال في سورة سبحان قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا ما استفعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استفعتم من دون الله إن كنتم صادقين وكل هذه الآيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضا في المدني فقال في هذه الآية وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادته واختاره ابن جرير الطبر والزمخشري والرازي ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وببليل قوله تعالى فأتوا بعشر سوء مثله وقوله لا يأتون بمثله وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعني من رجل أمي مثله والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا لم لنفي التأبيد في المستقبل أي ولم تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآبدين ودهر الداهرين وكذلك وقع الأمر وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل شيء وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال الله تعالى ألف لا أمر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت تبقى ما أخبر سواء بسواء وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لا وكلما تكررت حلا وعلا لا يخلق عن كفرة الرد ولا يمل منه العلماء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال السم الراسيات فمعظنك بالقلوب الفاهماك وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعملون وقال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقال في الترهيب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبه وقال في الوعظ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اجتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دني كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة ولهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغمال التي كانت عليهم الآية وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيه لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم ترت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخير واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ولفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم ولهذا ثبتت الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على نفله البشر وإنما الذي كان أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة نفذ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أي الذي اختصست به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الداملة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنة وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معاربته فقد حصل المدعى وهو المطلوب وإن كان في إمكانهم معاربته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معاربته مع قدرتهم على ذلك وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معاربته كما قررنا إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور الكسار كالعصر وإنا أعطيناك الكوفر وقوله تعالى فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة عدت للكافرين أما الوقود بفتح الياو فهو ما يلقى في النار لإدرانها كالحطب ونحوه كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون والمراد بالحجارة هي ها هنا حجارة الكبريت العظيمة السوداء السلبة المنتنة وهي أشد الأحجار حرًا إذا حميت أجارم الله منها وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابق عن عمر بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قيمه تعالى وقودها الناس والحجارة قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين رواه بن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخي وقال السد في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتنى من الجيفة وقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت وقال ابن ذريج حجارة من كبريت أسود في النار وقال لي عمر بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم الآية حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى وهذا الذي قاله ليس بقوي وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسائرها ولا فيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد وهذا الجس يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك وكذلك سائر الأحجار تفهرها النار وتحرقها وإن ما سيق هذا في حر هذه النار التي وعد بها وشدة ذرامها وقوة لهبها قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها قال ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل يؤذم في النار وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف ثم قال القرطبي وقد فسر بنعني أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك وقوله تعالى أعدت للكافرين الأمهر أن الدمير في أعدة عائد إلى النار التي يقودها الناس والحجارة ويحتمل عيده على الحجارة كما قال ابن مسعود ولا منافات بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان وأعدت أي أرصدت وحصدت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيد عن ابن عباس أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر وقد استذل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار مجودة الآن لقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهجئت وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها تحاجت الجنة والنار ومنها استأذنت النار ربها فقالت رب أكل بعض بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في السلف وحديث ابن مسعود سمعنا رجبة فقلنا ما هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها وهو عند مسلم وحديث سلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقه القاضي منذ بن سعيد البلوط قاضي الأندلس تنبيه ينبذ يقوف عليه قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وقوله في سورة يونس بسورة مثله يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه فالإعجاز حاصل في طوال الصور وقصارها وهذا لا أعلم فيه وزاعا بين الناس سلفا وخلفا وقد قال الرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله يتناول سورة الكيفر وصورة العصر وقل يا أيها الكافرين ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن فإن قلت إن الإتيان بمثل هذه الصور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه الصورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دياعيهم إلى تيهين أمره معجزا فعلى التقديرين يحصل المعجز هذا لفظه بحروفه والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عنه السارحات يتواصل بالحق يتواصل بالصبر وقد روينا عن عمر بن العاص أنه وعافد على مسيدمة الكذاب قبل أن يسلم فقال له مسيدمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين فقال له عمر لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال وما هي فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي نفضها فقال وما هو فقال يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني صدر وسائرك حق فق ثم قال كيف ترى يا عمر فقال له عمر يا الله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متههرة وهم فيها خالدون لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة وهذا معنى تسمية القرآن مثال على أصح أقوال العلماء كما سنقصته في ودعه وهذا أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه وحاصله ذكر الشيء ومقابله وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود وجاء في الكيفر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوّف ولا منافاة بينهما فطينها المسك الأصفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر مسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم وقال وقال ابن أبي حاكم قرأ علي الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن نوسى حدثنا أبو ثوابان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ذمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن نسريق قال 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 عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل المسك وقيله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرسق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال إنهم اتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وهكذا قال قتادة عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ونصره ابن جرير وقال اكرمه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس وكذا قال الربيع ابن أنس وقال مجاهد يقولون ما أشباه به قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل في نار الجنة من قبل هذا بشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابهة قال سنيد ابن داود حدثنا شيق من أهل المصيصة عن الأيزاعي عن يحي ابن أبي كثير قال يؤتى أحدهم يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي اتينا به من قبل فتقول الملائكة كن فالليل واحد والطعم مختلف وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد ابن شليمان حدثنا عامر ابن وساف عن يحي ابن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وقصدانها المسك ويطيف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتين بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا النبي أتيتنونا آنفا به فتقول لهم الولدان كنوا فالليل واحد والطعم مختلف وهو قيم الله تعالى وأتو به متشابها وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأتو به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم قال ابن أبي حاتم وريع عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك وقال ابن جميل بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مارك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى وأتو به متشابها يعني في الليل والمرأة وليس يشتبه في الطعم وهذا اختيار ابن جرير وقال عكرمة وأتو به متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب وقال سفيان الثير عن أعمش عن أبي الضبيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به وقال عبد الرحمن بن زي ابن أسلم في قوله تعالى وأتو به متشابها قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاخ بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتو به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعام وقومه تعالى ولهم فيها أزواذ مطهرة قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس متهرة من القبر والأذى وقال مجاهد من الحيض والغائط والبيل والنخام والبزاق والمني والولد وقال قتابه متهرة من الأذى والمكثم وفي رواية عن لا حيض ولا كلف ورؤي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك وقال ابن جرير حدث ليونس ابن عبد الأعلى أنبأ ابن وهد عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قال المطهرة التي لا تحيط قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عصت قال الله تعالى إني خلقتك مطهرة وسأدنيك كما أدميت هذه الشجرة وهذا غريب وقال الحافظ أبي بكر بن مرضويه حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الخواري قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتابة عن أبي نصرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق هذا حديث غريب وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن علي بن عثان عن محمد بن عبيد به وقال صحيح على شرب الشيخي وهذا الذي ادعاه فيه نظر فإن عبد الرزاق عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البسي لا يجوز الاحتجاج به قلت والأظهر أن هذا من كلام قتابه كما تقدم والله أعلم وقوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام الشعابة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقطاع بل في نعيم صرمدي أبدي على الدوام والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم بر رحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون قال السد في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين المنافقين يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقب نارا وقوله أو كصيب من السماء الآيات الثلاث قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتابه لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب مذكران فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب نثلا ما بعودة فما فوقها وقال سعيد عن قتابه أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كفر وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب نثلا ما بعودة فما فوقها قلت العبارة الأولى عن قتابة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك وعبارة رواية سعيد عن قتابه أقرب والله أعلم وروا ابن ذريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتابه وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السد وقتابه وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعودة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا انتلأوا من الدنياريا أخذهم الله عند ذلك ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم فهذا اختلافهم في سبب النزور وقد اختار ابن جرير ما حكاه السد لأنه أمس بالصورة وهو مناسب ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا وما ها هنا للتقليل وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة واختار ابن جرير أن ماء موصولة وبعوضة معربة بإعرابها قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ماء ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحف الجار وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها وهذا الذي اختاره الكساء والفراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبلة بعوضة بالرفع قال ابن جني وتكون قال ابن جني وتكون صلة الماء وحذف العائد كما في قوله تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئا أي بالذي هو قائل لك شيئا وقيمه تعالى فما فوقها فيه قولان أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا يوصف لك رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك يعني فيما وصفت وهذا قول الكسائي وأبي عبيب قاله الرازي وأكثر المحققين وفي الحديث لو أن الدنيا تزم عند الله جناح ضعودة لما سقى كافرا منها شربة ماء والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من الضعودة وهذا قول قتابة بن دعامة واختيار بن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها غطيئة فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوبة كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب يلعنكبوت في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تبعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكذوه منه ضعف الطالب والمكلوب من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المعجبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وترعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة شكست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويجن الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية ثم قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كر على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي القرآن أمثال كثيرة قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداب الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وكذلك قالها هنا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين قال السد في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبي عباس وعن مرة عن ابن سعود وعن ناس من الصحابة يدل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له المثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين قال هم المنافقون وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين قالهم أهل النفاق وكذا قال ربيع بن أنس وقال ابن ذريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به وقال قتاده وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن مرة عن نصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا وعن الخوارج وقال شعبة عن عمر بن مرة عن نصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية فقال هم الحرورية وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بيصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا وتقول العرض فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ولهذا يقال للفأرة فييسقة لخروجها عن جحرها من فساد وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحم والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فالفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش والمراد من الآية الفاسق الكافر والله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقذون عهد الله من بعد نفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين ينفون بعهد الله ولا ينقذون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الآيات إلى أن قال والذين ينقذون عهد الله من بعد نفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقده فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيبوا إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم إن ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبينونه للناس ولا يكتمون فأخبر تعالى أنهم بذوبوا يراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قيم مقاتل ابن حيان وقال آخرون بلعنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأذنة الدانة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه محتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقهم قالوا ونقدم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأذنة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق ورؤيا عن مقاتل ابن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن وإليه ما لز مخشري فإنه قال فإن قلت فما المراد بعهد الله قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إذ أخذ المثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من سلب آدم الذي يصف في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيتي ونقدهم ذلك تركه من وفاء به وهكذا روي عن مقاطر ابن حيان أيضا حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبو العالية في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله أولئك هم الخاسرون قالوا يست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اتموا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اتموا خانوا وكذا قال الربيع ابن أنس أيضا وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوا وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادته كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ورجحه بن جرير وقيل المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنه يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حضوظهم بمعصيته والله من رحمته كما يخسر الرجل في تجارته بأمن يضع من رأس ماله في بيعه وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما يكان إلى رحمته يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيرا وكنتم أمواتا فأحياكم أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أن خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا والآيات في هذا كثيرة وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بمسعود رضي الله عنه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ينيتكم ثم يحييكم وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كنتم أمواتا فأحياكم أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم ينيتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم قال وهي مثل قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم ينيتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه ميتتان وحياتان فهو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ينيتكم ثم يحييكم وهكذا وي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخرساني نحو ذلك وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون قال يحييكم في القبر ثم يميتكم وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال خلقهم في ظهر آذم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم ثم أرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة وذلك خقوله تعالى قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين وهذا غريب والذي قبله والصحيح ما تقدم عن ابن سعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين وهو كقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الآية كما قال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون الآية هو قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فميه يأكلون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات أي قصد إلى السماء والاستواء هاهنا مضمن معنى القصد والإقدام لأنه عديد إلى فسواهن أي فخلق السماء سبعا والسماء هاهنا اسم جنس فلهذا قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق كما قال ألا يعلم من خلق وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة وهو قوله تعالى قم أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها ودارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائنين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا إن السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعة وهذا شأن البناء أن نبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك ذحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فقد قيل إن ثم هاهنا هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقيل إن الدحية كان بعد خلق السماوات والأرض رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال السدي في تفسيره عن أبي نالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والإثنين فخلق الأرض على حوت والحوت هو الذي ذكره في القرآن مو والقلم والحوت في الماء والماء على ظهر صفات والصفات على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكر نقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء وذلك حين يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في اليومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين يقول من سألف هكذا الأمر ثم استوى إلى السماء وهي دخان وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها قال خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يعلم ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين فلما فرغ من خلق ما أحد استوى على العرش فذلك حين يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ويقول كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثني أبو معشر سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماوات في الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آذم على عجل فتلك الساعة التي تقوه فيها الساعة وقال مجاهد في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات قال بعضهم فوق بعض وسبع أراضين يعني بعضها تحت بعض وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في آية السجدة قل أئنكم يتغفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فهذه وهذه ذالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء وهذا ما لا أعلم فيه زاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتابه أنه زعا أن السماء خلقت قبل الأرض وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أو السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغتش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سؤل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا وقد حررنا ذلك في سورة النازعات وحاصل ذلك أن الدحيا مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت سورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحا بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها وكذلك جرت هذه الأفلاك فبارت دنا فيها من الكواكب والثوابت والثوابت والسيارة والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوين في تفسيره هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوما أحد وخلق الشجر فيها يوما اثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوما أربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آذن بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه علي ابن المدين والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك ورده ابن جرير قال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اشتراء من أبي عبيدة إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقال فخلف من بعده الخلف وقل أفشاذ إني جاعل في الأرض خليفة حكاها الزمخشري وغيره من فضلك تابع بقية المادة ونقل القرطبي عن زيد بن علي وليس المرادها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقول طائفة من المفسري وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل وفي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي في تفسيره وغيره والظاهر أنه لم يرد آدم عينا إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفسر بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحالم والمآثم قاله القرطبي أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتابة وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي أي ولا يصدر منا شيء من ذلك وهل لا وقع الاختصار علينا قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم إني أعلم ما لا تعلمون وقيل معنى قوله جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها وقيل إنه جواب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال إني أعلم ما لا تعلمون أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك طلبا منهم أن يسكن الأرض بذل بني آدم فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه قال ابن جرير حدثني القاسم ابن الحسن حدثني الحجاج عن جرير ابن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا قال الله للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل هذا ومعناه أنه أخبرهم بذلك وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم رواه ابن أبي حاتم وقال ورؤي عن قتادة نحوه وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن والله أعلم في الأرض قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دحية الأرض من نكة وأول من طاف بالبيت الملائكة فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة والله أعلم فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك خليفة قال السد في تفسيره عن أبي نالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن سعود وعن ناس من الصحابة إما الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ربنا وما يكون ذاك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا قال ابن جرير فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقي وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه قال ابن جرير وإنما معنا الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا قال والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأثر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلف قال وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يقول ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم قال ابن جرير وحدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدناء وقتل بعضهم بعضا قال فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومنعه حتى أنحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ثم خلق آدم فأسكنه إياها فلذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائل عن ابن سابط إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال يعمل به بني آدم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله للملائكة إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة والأرض وليس فيها خلق قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما تفعله ذرية آدم فقالت الملائكة ذلك وتقدم آنفا وما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسد في الأرض قبل بني آدم فقالت الملائكة ذلك فقاس هؤلاء بأولئك وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد التنافسي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال كان الجن بني الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألف سنة فأفسدوا في الأرض وسفقوا الدماء فبعث الله جلدا من الملائكة فبعث الله جلدا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحور فقال الله من الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ببغيهم وكان الفساد في الأرض فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفق الدماء كما سفكوا قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن فضالة أخبرنا الحسن قال قال الله من الملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل فآمنوا بربهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلمون فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون قال الحسن إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفقون الدماء ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي علمه وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفقوا الدماء فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام الرازي حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفل محمد ابن علي يقول السجل ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه وكان له كل يوم ثلاث لمحات في أم الكتاب فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور فأصر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه فلما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال ذلك استفالة على الملائكة وهذا أثر غريب وبتقضي صحته إلى أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب وفيه نكارة توجب رده والله أعلم ومقتضى أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط وهو خلاف السياق وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا حيث قال حدثنا أبي حدثنا هشام بن أبي عبيد الله حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كانوا عشرة آلاف فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله والله أعلم قال ابن جريج إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال ابن جرير وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها وكيف يعصونك يا ربي وأنت خالقهم فأجابهم ربهم إني أعلم ما لا تعلمون يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض ما ترونه لي طائعا قال وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك فكأنهم قالوا يا رب خبرنا مسألة استخبار منهم لا على وجه الإنكار واختاره بوجرير وقال سعيد عن قتابة قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال استشار الملائكة في خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وقد علمت الملائكة أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة قال وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا فافتلوا بخلق آدم وكل خلق مفتلا كما افتليت السماوات والأرض بالطاعة فقال الله تعالى ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال عبد الرزاق عن معمر عن قفادة قال التسبيح التسبيح والتقديس الصلاة وقال السدي عن أبي نالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال يقولون نصل لك وقال مجاهد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نعذمك ونكبرك وقال الضحاك التخديس التطهير وقال محمد بن إسحاق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه وقال ابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير ومنه قولهم سبوح قدوس يعني بقولهم سبوح تنزيه له وبقولهم قدوس ظهارة وتعظيم له وكذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعني بذلك المطهرة فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك منزبك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل أي الكلام أفضل؟ قال مصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون قال قتابه فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وسيكون الجنة وسيأتي عن ابن سعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجود نصب الخليفة يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم ويمتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطف فواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السمة في أبي بكر أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعته واحد من بله فيجب انتزامها عند الجمهور وحكى على ذلك وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لألا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف وقد نص عليه الشافعي وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة فيه خلاف فمنهم من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن ابن عوف ومعقود له وهو عثمان واستمت وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظر والله أعلم ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليما أعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح ولا يشترط هاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا من غلات الروافض ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا فيه خلاف والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وهل له أن يعزل نفسه فيه خلاف وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن هذا لعذر وقد ودح على ذلك فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان وهذا قول الجمهور وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين وقالت الكرامية يجوز اثنين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجب الطاعة واجبي الطاعة قالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة لأن النبوة أعلى ردة بلا خلاف وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بين عباس بالعراق والفاطنيين بنصر والأمويين بالمغرب والنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى وعلم آذم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم وهذا كان بعد سجودهم له وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون ولماذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليضيه لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال السدي عن من حدثه عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه أسماء ولدي إنسانا إنسانا والدواب فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس وقال الضحاك عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودواب وسماء وأرض وسه وضح وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها وروا ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم ابن كليب عن سعيد ابن عبد عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم الصحفة والقدر قال نعم حتى الفسوة والفسية وقال مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء وكذلك رؤي عن سعيد ابن جبير وقتابة يغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء وقال الرضيع في رواية عنه أسماء الملائكة وقال حميد الشافعي أسماء النجوم وقال عبد الرحمن ابو زيد علمه أسماء ذريته كلهم واختار ابن جليل أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم عباه عما يعقل وهذا الذي رجح به ليس بلازم فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغنيب كما قال تعالى والله خلق كل ذابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهم وقرأ عبي بن كعب ثم عرضها أي السماوات الصحيح أنه علمه أسماء أشياء كلها ذراتها وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية يعني ذوات الأسماء والأفعال المكبر والمصغر ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه حدثنا مسلم ابن أبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنين والما القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هنا هناكم ويذكر ذنبه فيستحي ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول ائت خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم فيقول ائت موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراه فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم أئت محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأمطلق حتى أستأذن ربي فيأذنني فإذا رأيت ربي وقحت ساجدا فيبعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحدني حدا فأدخله من الجنة ثم أعود اليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحدني حدا فأدخله من الجنة ثم أعود السالسة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهنا وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقول أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكة يعني المسميات كما قال عبد الرزاق عن نعمر عن قتادة قال ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة وقال ابن جريج عن مجاهد ثم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك ابن فضاله عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتاده قالا علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمي وعرضت عليه أمة أمة وبهذا الإسناد عن الحسن وقتاده في قوله تعالى إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلمني فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال الضحاك عن ابن عباس إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن كنتم صادقين أن بني آذر يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أمنا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم والتقديش فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونه فأنتم بما هو غير موجود من الأمير الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى ولهذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل التام قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بنغياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء ثم قال قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناها فما سبحان الله فقال له علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال قال وحدثنا أبي حدثنا فبير بن نظر بن عبي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله قال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتنون قال زيد بن أسلم قال أنت جبرائيل أنت ميكاين أنت إسرافين حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب وقال مجاهد في قول الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء ولي عن سعيد بن جبير والحسن وقتابة نحو ذلك فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليه السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء قال الله تعالى من الملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتنون أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وكما قال إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان ألا يسبب لله الذي يخذ الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقيل في قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتنون غير ما ذكرناه فروا الضحاك عن ابن عباس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتنون قال أعلم السر كما أعلم العالمية يعني ما كتم إبنيس في نفسه من الكبر والاعتزاز وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قال قيلهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فهذا الذي أبدو وما كنتم تكتنون يعني ما أسر ابن نيسو في نفسه من الكبر وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري يختار ذلك ابن جرير وقال أبو العالية للربيع ابن أنس والحسن وقتابته هو قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كما أعلم منه وأكرم عليه وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتنون فكان الذي أبدوه وقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وكان الذي كتلوا بينهم قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كما أعلم منه وأكرم فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم قال ابن جرير حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في قصة الملائكة وآدم فقال الله للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم أني إنما أردت أن أجعلهم يفسدوا فيها هذا عندي قد علمت فكذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصي ومن يطيعني قال وقد سبق من الله لأملأن جهنم من الجنة للناس أجمعين قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروا قال فلما رأوا ما أعطى الله من العلم أقر له بالفضل وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قيل ابن عباس وهي أن معنى قيله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم مع علمي غير السمايات والأرض ما تذورونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عيدي سرائركم وعلانيتكم والنبي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها والنبي كانوا يكتمون ما كان من طيّا عليه ابنيس من الخلاف على الله في أوامله والتكبر عن طاعته قال وصح ذلك وكما تقول العرب قتل الجيش وهزموا وإنما قتل الواحد أو البعض وغزن الواحد أو البعض فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم كما قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحضرات ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تمين قال وكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستقبر وكان من الكافرين وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم إن تمّدها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجن فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته قال وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة وكان اسمه الحارث وكان خازنا من حزان الجنة قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت قال وخلق الإنسان من تين فأول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا قال فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن فقتلهم إبليس ومنعه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجباد فلما فعل إبليس ذلك اغطر في نفسه فقال قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه فقال الله تعالى للملائكة الذين كانوا معه إني جاعل في الأرض خليفة فقالت الملائكة مجيبينة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء وإنما بعثتنا عليهم لذلك فقال الله تعالى إني أعلن ما لا تعلمون يقول إني قد اطلعت على قلب إبليس على ما لم تتلع عليه من كبره واغتراره قال ثم أمر بتربة آدم فرفعه فخلق الله آدم من طين لازب واللازب اللازج الطيب من حمأ مسنون من طين وإنما كان حمأ مسنون بعد التراب فخلق منه آدم بيده قال فنكف أربعين ليلة جسدا ملقا وكان إبليس يأتيه فيذربه برجله فيصلصل فيصوك فهو قول الله تعالى من صلصان كالفخار يقوم كالشيء المنفرج الذي ليس بمسمة قال ثم يدخل فيه فيه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فيه ثم يقول لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت ولئن سلط عليك لأهلكمك ولئن سلط علي لأعصيمك قال فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما يدما فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض فلم يقدر فهو قول الله تعالى وخلق الإنسان عجولا قال دجرا لا صبر له على سراء ولا ذراء قال فلما تمت النفخة في جسده عطس فقال الحمد لله رب العالمين بإلهان الله فقال الله له يرحمك الله يا آدم قال ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار فقال لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سما وأقوى خلقا خلقتني من نار وخلقته من طين يقول إن النار أقوى من الطين قال فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أي آيسه من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيك ثم علم آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمر وأشباه ذلك من الأمم وغيرها ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السمون وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء أي يقول أخبروه بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة قال فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره تبنا إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا كبريا منه من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم يقول أخبرهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيتها الملائكة خاصة إني أعلم غير السماوات والأرض ولا يعلم غيري وأعلم ما تبدون يقول ما تظهرون وما كنتم تكتمون يقول أعلم السر كما أعلم العالمية يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغتراب هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق ما أحد استوى على العرش فجعل فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن وإنما سم الجن لأنهم حزان الجنة وكان إبليس مع ملكه خازما فوقع في صدره وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك فقال الله لي ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فقال ربنا وما يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني من شأن إبليس فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشيني فرجع ولم يأخذ وقال يا رب إنها عادت بك فأعفتها فبعث من كائيل فعادت منه فعاذها فرجع فقال كما قال جبريل فبعث ملك الموت فعادت منه فقال يا أنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض والأخلط ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بني آدم مختلفين فصعد به فصعد به كذل التراب حتى عاد طينا اللازبا واللازب هو الذي يلتزق بعضه لبعض ثم قال للملائكة إني خالق بشرا من تن فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا له ساجدين فخلقه الله بيدني لألا يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرا فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة فمرت به الملائكة ففزعه لما رأوه فكان أشدهم فزعا منه إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يقول له صلصلة فذلك حين يقول من صلصال كالفخار ويقول لأمر ما خلقت ودخل من فيه فخرج من دبر وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمن وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأهلكم فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال فقال له الله يرحمك الله فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة فلما دخل الروح إلى جيفه اشتهت طعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أبى واستكبر وكان من الكافرين قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي قال أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين قال الله له أخرج منها فما يكون لك يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين والصغار هو الذل قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فقالوا سبحانك لا إن لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها فهذا الذي أبدو وأعلم ما تكتمون يعني ما أصر إبليس في نفسه من الكبر فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السد ويقع فيه إسرائيليات كثيرة فلعل بعضها مدرز ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول على شرط البخاري والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم فبهذا دخل في الخطاب لهم وذن في مخالفة الأمر وسنفسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولهذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازين وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهابا وأكثرهم عمى فذلك دعاه إلى الكبر وكان من حي يسمون جنا وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاووس أو مجاهد عن ابن عباس أو غيره بنحوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين يعني يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازين وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة ثم أبل سبع وقال سني عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازن على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا وكان له سلطان على الأرض وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء وقال صالح النولى التوأمة عن ابن عباس إن من الملائكة قبيلا يقال له من الجن وكان إبليس منهم وكان يوسوس ما بين السماء والأرض فعصى فمسخه الله شيطانا الرجيم رواه ابن جرير وقال قتادة عن سعيد بن مسيد كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا وقال ابن جريج حدثنا محمد بن بشار حدثنا عدي بن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل أصل الإنس وهذا إسناد صحيح عن الحسن وهكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم سواء وقال شهر ابن حوشب كان إبليس من الجن الذين طربته بالملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء رواه ابن جرير وقال سليد بن داود حدثنا هشير أنبأنا عبد الرحمن ابن يحيى عن موسى بن نمير وعثمان ابن سعيد ابن كامل عن سعد بن مسعود قال كانت الملائكة تقاتل الجن كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغير فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس فلذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان البزار حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين اسجدوا لآدم قال فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد من الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا صارح بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار وقال أبو جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن أبي العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بع وقال محمد المكعب القرضي اتدأ الله خلق إبليس من الكفر والضلال وعمل لعمل الملائكة فصيره الله إلى ما أبدى عليه خلقه على الكفر قال الله تعالى وكان من الكافرين وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكة وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال لا لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ورجحه الرازي وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدنوك الشمس وفي هذا التنظير نظر والأظهر أن القول الأول أولى والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف والآخر أن المراد بالسجود الخدوع للإنحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال وقال قتابه في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناري وهذا طيوي وكان بدء الذنوب الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام قلت وقد ثبت في الصحيح لا يطحل الجنة من كان في قلبه مفقال حبة من خردل من كبر وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس قال بعض المعربين وكان من الكافرين أي وصار من الكافرين بسبب انتناعه كما قال فكان من المغرقين وقال فتكونا من الظالمين وقال الشاعر بتيهاء قفر والمطي كأنها قط الحزن قد كانت فراخا بودها أي قد صارت وقال ابن فورك تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين ورجحه القرطبي وذكرها هنا مسألة فقال قال علماؤنا من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق العادات فليس ذلك إلا على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه ثم استدل على ما قال بأن لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافى له بالإيمان وهو لا يقطع بنفسه لذلك يعني والوالي الذي يقطع له بذلك الأمر من فضلك تابع بقية المادة قلت وقد استذل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخال مبين وبما كان يصدر عنه أنه كان يمنأ الطريق إذا غضل حتى ضربه عبد الله بن عمر وبما تثبت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتمب وتتبعه كنوز الأرض مثلا وعاسين وأن يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة فقال الشافعي قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام بملائكة السماوات والأرض وقد رجحك كلا من القولين طائفة وظاهر الآية الكريمة العموم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم والله أعلم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شؤتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم أنه أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس وأنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا وروا الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان قال نعم نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا يعني عيانا فقال أسكن أنت وزوجك الجنة وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض فالأكثرون على الأول وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبنيس أقبل على آدم وعلمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحمة وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبيلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكذا منها رغبا حيث شؤتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحيشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ذنعه فسألها ما أنت قالت امرأة قال ولما خلقت قالت لتسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال حواء قالوا ولما حواء قال إنها خلقت من شيء حي قال الله يا آدم اسكن أنت يا زوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وأما قوله ولا تقرب هذه الشجرة فهو إخبار من الله تعالى وامتحان لآدم وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي قال السدي عن من حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس قال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي نالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن نرة عن ابن مسعود عن ناس من الصحابة ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم وتزعم يهود أنها الحنطة وقال ابن جبير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة الحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا أبو النظر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عوينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهان بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هي السنبلة وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البر وقال ابن جبير وحدثني المثنى ابن إبراهيم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم حدثني رجل من بني تمين أن ابن عباس كتب إلى أبو الجل يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم فكتب إليه أبو الجل سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتون وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوف وأبو مالك ومحارب بن دفار وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر وأليل من الزب وأحلى من العسل وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي نالك ولا تقرب هذه الشجرة قال النخلة وقال ابن جرير عن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة قال التينة وبه قال قتادة وابن جريج وقال أبو جعفر من الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهران قال سمعت وهب بن منبه ليقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصورها متشعب بعضها من بعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل فناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يبع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة وقد قيل كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهر لم يضره جهله به والله أعلم وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره وغيره وهي الصواب يقوله تعالى فأزنهم الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم فأزالهما أي فنحاهما ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتابه فأزنهما أي من كبر الزلل فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزنهما الشيطان عنها أي بسببها كما قال تعالى يؤفق عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مقفوك ولياذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه أي من النباس والمنزل الرحب والرزق الهنيئ والراحة وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقول القيامة ثم تقول القيامة وقد ذكر المفقصرون من السلف كالسدي بأسانده وأبي العالية ورهب بن منبه وغيرهم ها هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف ترى من دخول إبليس إلى الجلة وسوسته وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف فهناك القصة أبسط منها هاهنا والله الموث وقد قال ابن أبي حاتم هاهنا حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتابة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدى منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة تنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا ولكن استحياء قال وحدثني جعطر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة أربع وخمسين ومئتين حدثنا سليمان بن منصور بن عمار حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنيدي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء مني قال يا آدم اخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك من الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين هذا حديث غريب وفيه انتطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما وقال الحاكم حدثنا أبو بكر ابن ذاكويت عن محمد ابن أحمد ابن النظر عن معاوية ابن عمر عن زائدة عن عمار ابن أبي معاوية البجني عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة ثلاثون ومئة سنة من أيام الدنيا وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإثمين من ورق الشجر وقال السدي قال الله تعالى اهبتوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم بن هند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها وقال عمران بن حوينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اهبت آدم بدحنا أرض الهند وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال اهبت آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف وعن الحسن البصري قال اهبت آدم بالهند وحواء بجدة وابليس بالاستليسان من البصرة على أنيان وأهبتت الحية بأصبهان رواه ابن أبي حاتم وقال محمد ابن أبي حاتم حدثنا محمد ابن عمار ابن الحارف حدثنا محمد ابن سعيد ابن سابق حدثنا عمر ابن أبي قيس عن الزبير ابن عدي عن ابن عمر قال اهبت آدم بالصفاء وحواء بالمروة وقال رجاء ابن سلم اهبت آدم عليه السلام يداه على ركبتيه متعطئا رأسه واغبت ابليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء وقال عبد الرزاق قال نعمر أخبرني عيث عن قسامة ابن زهير عن أبي نوسى قال إن الله حين أهبت آدم من الجنة إلى الأرض علمه صمعة كل شيء وزوده من ثنار الجنة فثناركم هذه من ثنار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وقال الزهري عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم انطلعت فيه الشمس يوم الدمعة فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها رواه مسلم والنسائي وقال الرازي اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه الأول أن من تصير ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر يا ناظرا يرمو بعين راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابدي ونسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد ربك قال قال بل القيم ولكن لنا سبل العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم قال الرازي عن فتح الموصل أنه قال كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها فإن فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجنهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا والقدري لا يخالف ولا يمان فالجواب أن هذا بعينه استدل به استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء كما قد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية وأجاب الجنهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرمة فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنى ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في سن الحية إلى الجنة وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء ذكرها الزنخشري وغيره وقد أورب القرطبي هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان خطم ذلك فأجاد وأفاد فتلقى آذم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولي هذا عم جاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتابة ومحمد بن كعب القربي وخالد بن معدان وعطاء الخراسان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو إسحاق السبيع عن رجل من بني تمين قال أتيت بن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آذم من ربه قال علنا شأن الحج وقال سفيان الثير عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلق لي أو شيء اتدعته من قبل نفسي قال بل شيء كتبته علي قبل أن أخلقك قال فكما كتبته علي فاغفر لي قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس فتبه قال 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 آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلق لي بيدك قيل له بلى ونفخت في من روحك قيل له بلى وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غببك قيل له بلى وكتبت علي أن أعمل هذا قيل له بلى قال أرأيت إن تبت هل أنت راجع إلى الجنة قال نعم وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بن جبير عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهكذا فصاه السدي وعطية العوفي وقد روا ابن أبيحات هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا رب انتبت ورجعت آعائدي إلى الجنة قال نعم فذالت قوله فتلقى آدم من ربه كلمات وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات تتاب عليه قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال أرأيت يا رب انتبت وأصلحت قال الله إذن ادخلك الجنة فهي الكلمات ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وقال ابن نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي أنه يتوب على من تاب أي أنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله ومن يعمل سوءا أو يضل النفسة الآن وقوله ومن تاب وعمل صالحا وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم قل نهدف منها جميعا فإنا يأتينكم من هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب ما لهم فيها خالدون يقول تعالى محبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية إنه سينجر الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان وقال مقاتل ابن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحسن الهدى القرآن وهذا للقولان صحيحان وقول أبو العالية أعم فمن اتبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخار ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طاها قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنا يأتينكم من هدى فمن اتبع هداية لا يضل ولا يشقى قال ابن عباس فقا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما قالها هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص وقد أورد ابن جرير هاهنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن وزيد عن أبي نظرة المنذر ابن مالك ابن فطعة عن أبي سعيد واسنه سعد بن مالك ابن سنان القدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحييوه ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم فأماتتهم إناتة حتى إذا صاروا فحما إذن في الشفاعة وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به وذكر هذا الإهباط وهذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنو والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يبنى الكريم افعل كذا يبنى الشجاع بارز الأبطال يبنى العالم اطلب العين ونحو ذلك ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فإسرائيل ويعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشة قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب قالوا اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نشهد وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أنفجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب قلت وهذا كقول نوسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني في زمانهم وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكلمة أو سعير بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلاء عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم قال بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه وضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم وقال الحسن البصري هو قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لإن أقمتم السلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتميهم وأقرطتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية وقال آخرون هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يتيعه جميع الشعوب والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجريه وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو العالية وأوفوا بعهده قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه وقال الضحاك عن ابن عباس أوفد عهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع ابن أنس وقوله تعالى وإيايا فارهبون أي فخشوا قاله أبو العالية والسدي والربيع ابن أنس وقتاده وقال ابن عباس في قوله تعالى وإيايا فارهبون أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقنات التي قد عرفتم من المسخ وغيره وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعنهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاذ بالقرآن وزواجره وانتثار أيامره وتصديق أخباره والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولهذا قال وآمني بما أنزلت مصدقا لما معكم يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مجتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى وآمني بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول يا معشر أهل الكتاب آمني بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول لأنهم يجدون محمد صلى الله عليه وسلم وكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وهي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتاغة نحو ذلك وقوله ولا تكونوا أول كافر به قال بعض المعربين أول فريق كافر به أو نحو ذلك قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمضعفه وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تعتادوا من عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانيا كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن يعني البصري عن قيله تعالى ثمنا قليلا قال الثمن القليل الدنيا بحذافي لها وقال ابن الهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قيله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا ثمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله فذلك الثمع هو الثمن وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا وقيل معناه لا تعتادوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتنان والنبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يكتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عربا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوي به حاله وعيانه فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وذنهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة النديغ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقوله في قصة مهتوبة زيشتك بما معك من القرآن فأما حديث عبادة بن الصامد أنه علم رجلا من أهل السفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحبفت أن تطوق بقوس من نار فاقبل فتركه رواه أبو داود وهو ينفده عن أبي بن كعب المرفوع فإن صح إسناده فهو محلول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبدالبر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعقاب عن ثواب الله بذلك القوس فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيغ وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم وقوله وإيايا فاتقون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الديري حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحوال عن أبي العالية عن تلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نير من الله وأن تترك معصية الله على نير من الله تخاف عقاب الله ومعنى قوله وإيايا فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتنان الحق وإظهار خلافه ومخالفته من رسول سلوات الله وسلامه عليه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يقول تعالى ناهيا من يهود عما كان يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمينه به وكتنانهم الحق وإظهارهم الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب وقال ابن عالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحو وقال قتابة ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبس اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله ورعي عن الحسن البصري نحو ذلك وقال محمد بن إسحاق حدث لي محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أين تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم ورعي عن أبي العالية نحو ذلك وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس وتكتموا الحق يعني محمد صلى الله عليه وسلم قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمكة وتشرب اللبن قال الزمخشري وفي مصحف ابن مسعود وتكتمون الحق أي في حال كتنانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا ومعناه وأنتم تعلمون الحق ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار انسلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول كونوا معهم ومنهم وقال علي بن تلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص وقال وقيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وآتوا الزكاة قال ما ينجب الزكاة قال لأثالف صاعدا وقال مبارك بن فدالة عن الحسن في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالسلام وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جميرا عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجود الجماعة وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلين الكتاب أفلا تعقنون يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جناع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تطرون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقنون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبه من رقدتكم وتتبصروا من عنايتكم وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتابة في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قال كان بني إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل وكذلك قال السبي وقال ابن ذريج أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصيل والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مصارعة وقال محمد ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تقضون الكتابة أفلا تعقلون أي تلهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتشحدون ما تعلمون من كتابي وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم وقال أبو جعفن بن جرير حدثني علي بن الحسن حدثنا أسلم الحرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوبا السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكرون الكتاب قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يفقه الرذل كل الفقه حتى ينقط الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرذل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمره بالحق فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكرون الكتاب أفلا تعقلون والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصميع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيد فكل من الأمر بالمعروف وفعله ياجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف وظهر بعضهم إلى أن مرتكب المعاسي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل وينهى عن المنكر وإن اتكب قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منقر قال مالك وصدق من بلذي ليس فيه شيء قلت لكنه والحالة هذه مذنوم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيره فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجنه الكبير حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمري قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي حدثنا الأعمش عن أبي تمينة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم نثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كنثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه هذا حديث غريب من هذا الوجه حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في لسنده حدثنا وكيع حدثنا حمام بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأت ليلة أسر يبي على قيم تقرب شفاههم بمقاريب من نار قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس للبر وينسين أنفسهم وهم يكرون الكتاب أفلا يعقنون ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن يوسى عن حماد بن سلمة به ورواه بن مردوين في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن هنهان كلاهما عن حماد بن سلمة به وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به ثم قال ابن مردوين حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم حدثنا موسى بن هارون حدثنا إسحاق بن ابراهيم التستري ببلخ حدثنا نكي بن ابراهيم حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسر يدي على أناس تقرب شفاههم وأنسنتهم بمقاريب من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسين أنفسهم وأخرجه ابن حدان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضا من حديثه شام الدستواء عن النغيرة يعني ابن حبيب ختم مالك ابن دينار عن مالك ابن دينار عن ثمامة عن أنس ابن مالك قال لما أرجى برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرب شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسين أنفسهم أفلا يعقلون حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يا علاء ابن عبيب حدثنا الأعمش عن أبي يائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلمي عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتح والله والله لا أقول رجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرزل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أكتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيتوف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن نهران الأعمش به نحو وقال أحمد حدثنا سيار ابن حاكم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة ليس من يعلم كمن لا يعلم وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلا ما يتذكر أولو الألباب وروا ابن عساكرة في ترجمة الوليد ابن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أهل الجنة يقنعون على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار فلالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل ورواه ابن جرير الطبري عن أحمد ابن يحيى الخباز الرملي عن زهير ابن عباد الرواسي عن أبي ذكر الزاهر عبد الله ابن حكيم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد ابن عقبة فذكر وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رذل فقال وابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال أبلغت ذلك؟ قال أرجو قال إن لم تخشى أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل قال وما هم؟ قال قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أحكمت هذه؟ قال لا قال فالحرف الثالث قال قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر ماقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ أحكمت هذه؟ قال لا قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح أحكمت هذه الآية؟ قال لا قال فابدأ بنفسك رواه بن مرضويه في تفسيره من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع بقية المادة تابع وقالت مبراني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا زيد بن حارف حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسير بن رافع عن ابن عمر قال قال رسول الله سلم الله عليه وسلم من دع الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه إسناده فيه ضعف وقال إبراهيم النخي إني لأكره القصص لثلاث آيات قوله تعالى أتأمرون الناس من بر وتنسون أنفسكم وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله إخبارا عن شعيد وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أميم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤمنون من خير الدنيا هذا الآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه مجاهد قال القرطبي قال القرطبي وغيره ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيوم نصف الصبر وقيل الملاد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن حمزة ابن إسماعيل حدثنا إسحاق ابن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله قال ورؤي عن الحسن البصري نحو قول عمر وقال ابن النبارك عن ابن نهيعة عن مالك بن دينان عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجمد لا يرى منه إلا الصبر وقال أبو العالية في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضات الله واعلموا أنها من طاعة الله وأما قوله والصلاة إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية وقال الإمام أحمد حدثنا خلف ابن الوليد حدثنا يحيا ابن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة ابن عمار عن محمد ابن عبد الله الدؤلي قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزعى إلى الصلاة ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد ابن نصر المروز في كتاب الصلاة حدثنا سهل ابن عثمان العسكري حدثنا يحيا ابن زكريا ابن أبي زائدة قال قال عكرمة ابن عمار قال محمد ابن عبد الله الدؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مجتمل في شنة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة ابن وذر بن سمع علي رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح قال ابن جرير وري عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له أشك ضرب ومعناه أيوجعك بطنك قال نعم قال قم فصل فإن الصلاة شفاء قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليا حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في صفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله والدمير في قوله وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة نص عليه نجاهد واختاره بن جريه ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارود وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذابة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي وما يلقا هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم وعلى كل تقدير فقومه تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله وقال مجاهد المؤمنين حقا وقال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين وقال مقاتل ابن حيان إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين وقال الضحاك وإنها لكبيرة قال إنها لفقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعيده وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه وقال ابو جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحضار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضى الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من نخافته هكذا قال والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم وقوله تعالى الذين يذنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون هذا من تمام الكلام الذي قبله أي أن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يذنون أنهم ملاق ربهم أن يعلمون أنهم محصورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون أي أميرهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعد فهذا لما أي قلب المعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال ابن جرير رحمه الله العرب قد تسم يقين ظن والشك ظن نظير تسميتهم الذنة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخة والمستغيث صارخة وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده كما قال دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألف مدجج سراتهم في الفارسي المسرد يعني بذلك تيقنوا بألف مدجج يأتيكم وقال عمير بن طارق فإن يعبروا قوم وأقعد فيكم وأجعل منه الذن غيبا مرجمة يعني وأجعل منه اليقين غيبا مرجمة قال والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الذن في نعم اليقين أكثر من أن تحصر وفيما ذكرنا لمن يفق لفهمه كفاية ومنه قوم الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ثم قال ابن جريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد كل ظل في القرآن يقين أي ظننت وظنوا وحدثني مثلنا حدثنا إسحاق حدثنا أبو داود الجبري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل ظن في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه قال الذن ها هنا يقين قال ابن أبي حاتم ولي عن مجاهد والسد والربيع بن أنس وقتاب نحو قول أبي العالية وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج الذين يذنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم كقوله إني ظننت أني ملاق الحسابية يقول علمت وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخير والإبل وأذرك ترأس وترتع فيقول بلى فيقول الله تعالى أظرنت أنك ملاقي فيقول لا فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى يا يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وذكرهم تعالى بسالف نعمين على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء لجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطي من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما ورؤي عن مجاهل والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وفي وفي المساند وفي المساند والسنن عن نعاوية ابن حيدة القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قومه تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفض على سائر الناس ولا يلزم تفضيلهم مطلقا حكاه الرازي وفيه نظر وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاجتماع أمتهم على الأنبياء منهم حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولذ آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه واتقوا يوما لا تجزي وفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني لا يغني أحد عن أحد كما قال ولا تزر وازرة نزر أخرى وقال بكل من منهم يومئذ شأن يغنيه وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا كهذا أبلغ المقامات أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميد وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتذا به وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وقال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواك من نار هي مولاك الآية فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ويعفظ الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذيجاه ولا يقبل منهم فداء وليد ملء الأرض ذهبا كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال لا بيع فيه ولا خلال قال سني حدثني حجاج حدثني ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس ولا يأخذ منها عدل قال بدل والبدل الفدية وقال السد أما عدل فيعدلها من العدل يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها وكذا قال عبد الرحمن بن زين بن أسلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ولا يقبل منها عدل يعني فداء قال ابن أبي حاتم ورؤي عن أبي نالك والحسن وسعير بن جبير وقتابه والربيع بن أنس نحو ذلك وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمين عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال والصرف والعدل التفوع والفريض وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان ابن أبي العاتك عن عمير بن هانك وهذا القول غريب ها هنا والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية وقد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن جريب حدثني نجيح ابن هارون حدثنا علي بن حكيم حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر بن قيس الملاء عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله ما العدل قال العدل الفدية وقوله تعالى ولا هم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصوهم وينقذهم من عذاب الله كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذوجاه ولا يقبل منهم فداء هذا كله من جانب التلطف ولا هم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم كما قال فما له من قوة ولا ناصر أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ ولا يخلص منه أحد ولا يجير منه أحد كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وقال فوأمئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وفاقه أحد وقال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقال فليلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم الآية وقال الضحاق عن ابن عباس في قوله تعالى ما لكم لا تناصرون ما لكم اليوم لا تناصرون منا هيهاتا ليس ذلك لكم اليوم قال ابن جرير وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية بطلت هناك المحاباة وابنحلة الرشاء والشفاعات وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفاعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون يقول تعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أي خلصتكم منه وأنقفتكم من أيديهم سحبة نوسى عليه السلام وقد كانوا يسومونكم أن يوردونكم ويذيقونكم ويوردونكم سوء العذاب وذلك أن فرعين لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالت رأى نارا خرجت من بيت النقدس فدخلت بيوت القبط في بلاد نصر إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طاها إن شاء الله تعالى فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وعرذلها وهاهما فسر العذاب بذبح الأبناء وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى وبه الثقة والمعونة والتأييد ومع ما يسومونكم يونونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطة خصف إذا أولاه إياها قال عمر بن كالثوم إذا ما الملك سام الناس خصفا أبينا أن نقر الخصف فينا وقيل معناه يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي نقله القرطبي وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب ثم فساه بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياده ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك يسوم لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فعطف عليه الذبح ليضل على تعدد النعم والأياد على بني إسرائيل وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العمانيق وغيرهم كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا وكسر لمن ملك الفرس وتبع لمن ملك اليمن كافرا والنجاش لمن ملك الحبشة وبطل الموس لمن ملك الهند ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد ابن مصعب ابن الريان وقيل مصعب ابن الريان فكان من سلالة عمليق ابن الأود ابن سان ابن نوح وكنيته أبو مرة وأصله فارسي من استخ وأيما كان فعليه لعنة الله وقيله تعالى وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إن جائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم قال نعمة وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسد وغيره وأصل البلاء لاختبار وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون قال ابن جريب وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء قال زهير ابن أبي سلم جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلغ قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عبادة التي يختبر بها عبادة وقيل المراد بقوله وفي ذلك بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهيم من ذبح الأبناء واستحياء النساء قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه والبلاء ها هنا في الشر والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لبن كثير وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنزلون معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر كما أخبر تعالى عن ذلك نفصلا كما سيأتي في مواضعه ومن أبستها ما في سورة الشعراء إن شاء الله فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمذاني عن عمر بن أينين الأودي في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلى قوله وأنتم تنظرون قال لما خرج نيسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة قال فوالله ما صاح ليلة إذن ديك حتى أصبحوا فدعا بشاة تذبحت ثم قال لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من القبط فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع ابنين أين أمر ربك قال أمامك يشير إلى البحر فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى فوالله ما كذبت ولا كذبت فعل ذلك ثلاث مرات ثم أوحى الله إلى موسى لنضرب بعساك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم يقول مثل الجبل ثم صار موسى يمنعه واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشورا كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشورا فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصلم ورأى هذا الحديث البخاري ومسلم ينسائي وابن ماجه من طرق عن أيوبا السختياني به نحو ما تقدم وقال أبو يعلى الموصل حدثنا أبو الربيع حدثنا سمام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلق الله البحر بني إسرائيل والمعاشوراء وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيد العمي فيه بعض وشيخه يزيد الرقاش أضعف منه وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمين ثم عفينا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت أربعين يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذو الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإن جائهم من البحر وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباقي والهدى والذلالة لعلكم تهتدون وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بسائر من الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وقيل الواي زائدة والمعنى ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر وقدمت الأديم لراهشيه فأنفى قولها كذبا ومينا وقال الآخر ألا حبذا هند وعرض بها هند وهند أم أتى من دونها النأي والبعد فالكذب هو المين والنأي هو البعد وقال عن تره حييت من تلن تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلنتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل قال الحسن البصري رحمه الله في قومه تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حتى قال الله تعالى وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيذٍ وَأَوْ أَوْ أَنَّهُمْ قَدْ بَلُّوا قَالُونَ إِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا الآن قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم قلت وفي قيله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جهنهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيرا وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيدا ابن هارون عن الأصبغ ابن زيد الوراق عن القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموط فتاب أولئك الذين كانوا خفي على نوسى وهارون ما اطلع الله على ذنيبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفرناه للقاتل والمقتول وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طاها بكماله إن شاء الله وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن هيثم حدثنا إبراهيم المدشار حدثنا سفيان بن عوية قال قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال نوسى لقومه توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قال أمر نوسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم قال وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعقفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة وقال ابن جرير أخبرني القاسر بن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قالا قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحمي رذل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثربه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن سبعين ألف قتيل وإن الله أوحى إلى نوسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى بثوبه ورؤي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك وقال قتاده أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقنته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة وقال الحسن البصري أصالتهم ظلة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك وقال السدي في قيله فاقتلوا أنفسكم قال فاشتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسنور فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كفر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم سبعون ألفا وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلك تبني إسرائيل ربنا البقية البقية فأمرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وقال الزهري لما أمرت بني إسرائيل بقتل أنفسها درزوا ومعهم موسى فاتربوا بالسيوف وتتاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا فكر بعضهم قالوا يا نبي الله ادعوا الله لنا وأخذوا بعضبيه يسندون يديه فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح وحزن موسى وبنوا إسرائيل للذي كان من القتل فيهم فأوحى الله جل فناؤه إلى موسى ما يحزنك أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبيت توبته فسر بذلك موسى وبني إسرائيل رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليم خرج إلى ربه بمن اختار من قومه فأخذتهم الصائقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم قال فبلغني أنهم قالوا لموسى يصبروا لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبدا عجل أن يقتل من عبده فجلسوا بالأثنية وأصلت عليه من قوم السيوف فجعلوا يقتلونهم فهش موسى فبكى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكانوا سبعين رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى انطلقوا إلى موعد ربكم فقالوا يا موسى ما من توبة قال بلى اقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم الآية فاخترتوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين قال وبعث عليهم دبابة قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري قال ويتنادون فيها رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه قال فقتله شهداء وتيب على أحيائهم ثم قرأ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى مر الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يقول تعالى يذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد السعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم كما قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال علانية وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبو الحويرث عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي علانية أي حتى نرى الله وقال قتاد هو الربيع بن أنس حتى نرى الله جهرة أي عيانا وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فسمعوا صوتا فسعقوا يقول ماتوا وقال مريان ابن الحكم فيما خطب به على منبر مكة الصاعقة صيحة من السماء وقال السدي في قوله فأخذتكم الصاعقة الصاعقة نار وقال عروة بن روين في قوله وأنتم تنظرون قال صاعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصاعق هؤلاء وقال السدي فأخذتكم الصاعقة فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فأوحلاه إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجلة ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيين قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستغفوا آجا لهم وكذا قال قتابا وقال ابن جريد حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال لما رجع نوسى إلى قيمه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرق العجل وفراه في اليم اختار موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخير وقال انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم واسألوه التوبة على على من تركتم من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم فخرج بهم إلى طول سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعن فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا لرقاء الله قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا فقال أفعل فرما ذنى موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كل وذنى موسى فدخل فيه وقال للقوم ابنه وكان موسى إذا كلره الله وقع على جبته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينفر إليه فضرب دونه بالحجاب ودل القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه فسمعوه ويكلم نوسى يأمره وينهى افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره انكشفا عن موسى الغمام فأقبر إليهم فقالوا لنوسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذته الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا وقال موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي وشئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهوا أفتهلك من يرائي من يرائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم سبعين رجلا من خير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فمن الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا إنا هدنا إليك فلم يزن موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رب إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة عجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم هذا سياق محمد بن إسحاق وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بني إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبع كما أمرهم الله به أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موسى فاختار موسى سبعين رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية وهذا السياق يقتضي أن الخطابة وجه إلى بني إسرائيل في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر والمراد السبعون المختارون منهم ولم يحكي كثيرا من المفسرين سلاه وقد أضرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين أنهم بعد إحيائهم قالوا يا موسى إنك لا تطلبون الله شيئا إلا أعطاك فادعه أن يجعلنا أنبياء فدعا بذلك فأجاب الله دعوته وهذا غريب جدا إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سيا هارون ثم ينشع ابنون وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن نوسى الكريم عليه السلام قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون القول الثاني في الآية قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في تفسير هذه الآية قال يوم نوسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتد فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه فقالوا من يأخذه بقولك أنت لا والله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى وقرأ قول الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فجاءت غبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فقال لهم موسى خذوا كتاب الله فقالوا لا فقال أي شيء أصابكم فقالوا أصابنا أنا متنا ثم أحيينا قال خذوا كتاب الله قالوا لا فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا وقد حكلنا وردي في ذلك قولي أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق والثاني أنهم مكلفون لأما يخلو عاقل من تكليف قال القرطبي وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفضيعة لا تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح والله أعلم لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال وظللنا عليكم الغمام وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أن يغاليها ويسترها وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر والربيع ابن أنس وأبي مجلز والضحاك والسد نحو قول ابن عباس وقال الحسن وقتابه وظللنا عليكم الغمام كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس وقال ابن جرير قال آخرون وهو غمام أبرد من هذا وأطيب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحاب وهو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى ابن إبراهيم عن أبي حذيفة وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا كما قال سليد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قاد قال ابن عباس وظللنا عليكم الغمام قال غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله فيه في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر قال ابن عباس وكان معهم في التين وقوله تعالى وأنزلنا عليكم المن اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغضون إليه فيأكلون منه ما شاء وقال مجاهد أن من نصمه وقال عكرمة أن من شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ وقال السدي قالوا يا نوسى كيف لنا بما هاهنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل وقال قتابة كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسر يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعذى ذلك فسد ولم يبقى حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه يوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه الأمر معيشته ولا يطلبه لشيء وهذا كله في البريه وقال الربيع بن أنس أن من شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فينزجونه بالماء ثم يشربون وقال وهب بن منبه وسئل عن المند فقال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقة وقال أبو جعفر بن جريب حدثني محمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن جابر وهو الشعبي قال عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المند وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم إنه العسل ووقع في شعر أمية بن أبو السلت حيث قال فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورة فسماها عليه الغاديات ويرى مزنهم خلايا وخورة عسلا ناطفا وماءا فراتا وحليبا ذا بهجة مزمورة فالناطف هو السائل والحليب المزمور الصافي منه والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب والظاهر والله أعلم أنه كل من تم الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد من فضلك تابع بقية المادة فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة وإن يزج مع الماء صار شرابا طيبة وإن ركد مع غيره صار نوعا آخر ولكن ليس هو المراد من الآية وحده والدليل على ذلك قول البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير ابن حريث عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كمأة من المن يماءها شفاء للعين وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داوود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به وقال الترمذي حسن صحيح هو رواه البخاري ومسلم من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمر بن حريث به وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السطر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماءها شفاء للعين تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غيب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمر وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة فقال حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري حدثنا أسلم بن سه حدثنا القاسم بن عيسى حدثنا ضلحة بن عبد الرحمن عن قتابة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماءها شفاء للعيد وهذا حديث غريب من هذا الوجه وتلحى بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدن قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روي عن قتابة أشياء لا يتابع عليها ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتابة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكماءة جدري الأرض فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به وعن محمد بن بشار عن عبد أعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكماءة فقط وروا النسائي أيضا وابن ماجة من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد عن نطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجة وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمع منه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعير بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة وبعضهم يقول جدري الأرض فقال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين ورئي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد حدثنا أصباط أصباط بن محمد حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم وقال النسائي في الولينة أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين ثم رواه أيضا ابن ماجة من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به وقد رواه وقد رواه عن النسائية من حديث جرير وابن ماجة من حديث سعيد بن أبي سلمة كراهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نظرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين ورواه ابن مردويه عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش كابن ماجة وقال ابن مردويه أيضا حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا عباس الدوري حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهان بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الحدري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يذه كمآت فقال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين وأخرجه النسائي عن عمر بن منصور عن الحسن بن الربيع به ثم ابن مردويه رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن نوسى عن شيبان عن الأعمش به وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن نوسى وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا حمدون بن أحمد حدثنا جويرة بن أشرص حدثنا حمد عن شعيب بن حبحاب عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تداروا في الشجرة التي اشتست من فوق الأرض ما لها من قرار فقال بعضهم نحسبه الكمأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حمد بن سلمة وقد روي الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا والله أعلم ويولي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليلة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب ويحتمل عندي أنه يحفظه ورواه من هذه الطرق كلها وقد سمعه من بعض الصحابة يبلغه عن بعضهم فإن الأسانيد إليه جيدا وهو لا يتعمد الكذب وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السلوى طائر يشبه بالسماني كانوا يأكلون منه وقال السدي في خبره ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن يرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة السلوى طائر يشبه السماني وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الصند بن عبد الوارث حدثنا قره بن خالد عن جهضم عن ابن عباس قال السلوى هو السماني وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى وعن عكرمة أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك وقال قتاده السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنود وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عباده لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه وقال وهب بن منبه السلوى طير سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت وفي رواية عن وهب قال سألت بني إسرائيل موسى عليه السلام لحما فقال الله لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو السماني مثل نين في نين فيد رمح في السماء فخبأوا من غد فنتن اللحم وخنز الخبز وقال السد لما دخل بني إسرائيل التيه قالوا من موسى عليه السلام كيف لنا بما ها هنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل والسلوى وهو طائر يشبه السمان أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله فإذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فشرب كل ست من عين فقالوا هذا الشراب فأين الذل فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الذل فأين النباس فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب فذلك قوله تعالى وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى وقوله وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وروي عن وهب بن منبه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس خلق لهم خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرم قال ابن جريج فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجنعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا قال ابن عطية السلوى طير بإجناع المفسرين وقد غلط الهذل في قوله إنه العسل وأنشد في ذلك مستشهدا وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها قال فظن أن للسلوى عسنا قال القرطبي دعوى الإجناع لا تصح لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل واستدل ببيت الهذل هذا وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يسلى به ومنه عين سلوان وقال الجوهري السلوى العسل واستشهد ببيت الهذلية أيضا والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا قال الشاعر شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو واسم ذلك الماء السلوان وقال بعضهم السلوان دياء يشفي الحزين فيسلو والأطباء يسمونه مفرج قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا كما يقال سماني للمفرد والجمع وويلا كذلك وقال الخليل واحده سلواه وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض السلوات من بلل القطر وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوة نقله كله القرطبي وقوله تعالى كنوا من طيبات ما رزقناكم أم أمر إباحة وإرشاد وامتنان وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال كنوا من رزق ربكم واشكروا له فخالفوا وكفوا فظلموا أنفسهم فظلموا أنفسهم هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزة ومعجزات القاطعات وخوارق العادات ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك في ذلك القيض والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاه فدع الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشاربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قبل الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدلوا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحصروا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة النائدة ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتابة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد وقد قال الله تعالى حاكيا عن نوسى يا قوم دخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات وقال آخرون هي أريحاء ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها نص حكاه الرازي في تفسيره والصحيح الأول أنها بيت المقدس وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشى ابنون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب بابا بلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى ودخل الباب سجدا أي ركعه وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهان بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ودخل الباب سجدا قال ركعا من باب صغير رواه الحاكم من حديث سفيان به ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثير به وزاد فدخلوا من قبل أستاههم وقال الحسن البصري أمروا أن يسجدوا على يجوههم حال دخولهم واستبعد ذو الرازي وحكى عن بعضهم أن المرادها هنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة وقال ابن عباس ومجاهد والسد وقتابه والضحاك هو باب الحطة من باب إلياء بيت المقدس وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنا بالباب جهة من جهات القبلة وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله ابن مسعود قيل له دخول الباب سجدا فدخلوا يقنع رؤوسهم أي رافع رؤوسهم خلاف ما أمروا وقوله تعالى وقولوا حطة قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا وروي عن عطاء والحسن وقتابه والربيع ابن أنس نحوه وقال الضحاك عن ابن عباس وقولوا حطة قال قولوا هذا الأمر هذا الأمر حق كما قيل لكم وقال اكرمه قولوا لا إله إلا الله وقال الأوزاع كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة فكتب إليه أن أقر بالذنب وقال الحسن وقتابه أيحطط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وقال هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات وحاصلوا الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فصره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنص وفصره ابن عباس بأنه نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه ولا منافات بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعى إليه ونعى إليه روحه الكريمة أيضا ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النص كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثمية العليا وإنه لخاضع لربه